اهلا شكريتات كديري لبس عليكم امركم هانيا كيف غادر مع حياةكم ان شاء الله ستكونوا باخر والاخير هاني جيت واجب لكم قصة جديدة الاختلاف لكيين هاد المرة هو انه هاد القصة ماشي انا اللي كتبهاها وماشي خديتها مشي بلازة وانما كتبتها وحيدة من شكريتات قبل ما نبدأ القصة كما لهذا شاركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس وخليوا معكم لايك ويلا نبدعوا سلام انا اسمي فاطمة السهرة اندي 22 سنة انا كنت امي اولا نقوله كنت كنت امي العائلة ميسورة الحال ولكن اللي ضروه في احكام الابنت انت احقف الزين لولبشرة ديالي اسمر فاتح بابا كان مدير عام باحد الشركات الكبرى من بعد التقاعد دياله كان سنده مزرعة ومجموعة من الارادي الزراعية والفيلاء ديالنا اللي كنا مستقرين فيها فاحد الحيسبين بابا الله يرحمه كان بخيره ويحمده كل شي زعمه من كبار المدينة ولكن كل شي كيتبتل النهار بابا مسكين كيكتاشف باللي واحد منخوته خوص صغير اللي ربعه ليده وقراه وصله المرتبة اللي هو فيها سرق له واحد المبلغ مالي كبير بالسعاف بابا تصدم وماقدرش يتحمل حس بحالي لا تقدر غدرو في ظهره وتعنو أقرب شخص لي حس عارف بلي راك يلعبو لي بالأملك دياله ساعة في الدينة للمستشفى ولكن لي لأسف كان جاسو دبحة قلبية من بعد الموت ديال بابا الله يرحمه جاو عمامي واخده من عندنا قاع الأملك لمهم هما لحبوها علينا مزيان وزوروا الوراق ودروا بلي بابا رحب عليهم دكشي في الحياس دياله وبي لأنا ولا خصي ولا ماما ممصور نوالف دكشي ولا حتى أخويا مسكين في الولينا والدولينا رزقنا ورمونا للشارع أبلا رحمة أبلا شفاقة هادي شوقها عاقلة فاش كانت عندي 19 سانة كنت كان قرف مدرسة خاصة ولكن سافي من خسرنا فلوسنا اضطررت أنني قرف مدرسة هادية ديك ساعات كنت أخذيت الباك ديالي وبس كان قرف واحد المدرسة خاصة لتصير المقاولات عندي غسي صغر مني بعامين أعمرها 15 سانة كان عندها ديك ساعات كانت عندها ديك ساعات 15 سانة اسمتها نيهال نيهال مشخصي البيولوجية ولكن كتر منخصي كان حماقة ليهو تايكت حماقة لينا ماما وبابا قالوا ليبلي كانوا واحد نار معروضين عن شي ناس وفاش كانوا راجعين بحالهم للطار شوفوا واحد المراحطة واحد البنت راضيعة في واحد الخلاف بابا الحاج حمد وماما مشوا ماما الحاجة نعيمة سافي من شافوا ذاك المنظر مشوا هزو نيهال والدوها البولي سبقوا وشحلكي يديروا تحريات ولكن تحد ما جسول فيها في الآخر قرروا أنهم يتبناوها حسن ما أنهو يقول لما سير ديالها وهو الخيرية وهندي اخويا عروة لموهم أش غنقول لكم حياة ناس بتلاس من بعد الموت ديالبابا ماما مسكنها اللي كدير كل ما في جهدها باش نبقوا عايشين زع ما في نفس النفو اللي كنا عايشين فيه ولكن وعلو فلوس كيت قاداو والدنيا كاتر بينا مشينا عند عمي إبراهيم هو الصديق ديالبابا راح بينا في البيت ديالو سافي راح بينا واستقبلنا الواحد لمدة وعيام عنا نقل سمعه ولكن ماما ما بغاش ماما نفسها هنا وما تسمح لتشي واحد يحلل لنا في مو ولا يقول لدرت ولا انتقلوا عليه سافي اللي كنت الخير و راح بينا باركة كنا ديك ساعات في مكناس وماما قررت أننا صافي نبتلو المدينة ومشينا مدينة ربعت لحاج إبراهيم ما كانش بغي يدبر الماما في خدمة ولكن ماما رفضات رفض قاطع واضطر أنه يشوف لي أخذ ما في شركة سامة سافي بقينا ساكنة في الرباط ماما خدامة وانا يا كنقرأ ونخدم حساء انا فاشامة كنخدم في كل محلاتي اللي حويج ولا في مكدو نحر اللي جاعتنا عمي إبراهيم وقالينا لما ما بقشت خدم صافيرها قد شوراق ديال بابا وهاكا وبابا غادي ولي وصلنا للتقاعد ديالو ديك ساع ماما نعمة مسكين لقلسات وبقنا عايشين بالمعاش ديال بابا اللي يرحمه حتى أخذي الدوك ديالي في العفاق قررت عامين وعمي إبراهيم باقي ما فارقناش مسكين ودبر ليه في خدمة لين نخدم فيها بحكم أنني عندي اللغات حيث بابا كان كيركز لنا على الدراسة ديالنا مزيان واللغات وكل شي كانت عندي اللغة الفرنسية والإنجليزية وشوية من الإسبانية ومع عقلي خفيف طغيات علمت باعتبار أنني قررت دابا ثلاث سنين عندي ديبلوم صافي قد خدامة باخر وعلى آخر خدامة كان ممشي لفاق غرف الأيام مثل المتحانات وفي النهار كان خدم بالليل وكان قرأ واخا كنت أكلم معاش تقاعدي ولكن ما كافيش حيث كيف شحنا كنا نعيش في واحد مستودي الأباها والرفاهية وحيدونا منورة صعيبة بثاف تك الشي كامل غريب شنفروه الماما واخوتي أحس نعيشها وميتش كو منوالو كنت كان حيد لراسة من أطيهم واللي جمعي ديم زيان ومزيرة الصمتة وكان عرف نتطرف الفلوس ونعرف الدرهم منين خرجات وكما قلت لكم على ابنات خدمة باقة صغيرة صافي الخدمة جني صالحة مزيان ورينا التقاع واللي كيوصل لبابا ما كنا نخسروهش كامل كنا نخده منه غير واحد نسبة قليلة وذك الشي اللي بقى كنخبيوه باش ذك الشي اللي كنقدم بيه أنا وباش عايشين بقينا هكاكسا ماما مسكينة باعتش تهبديالها واقع وقدرنا نشره واحد الشوقة في السكن الاقتصادي كتكون من جوج بيوت وصالون صغير وحمام وكوزينة وبيدين لكلاس فرشنا ذيك الشوقة باللي قسم الله وهكذا الثلاث سنين تبدله بالصف دي الحويش في الحياة ديالي شخصيتي ولس قوية بالصف كتر من اللول وديت أجبت في الدنيا داز ديك ثلاث سنين شديت في الإجازات الاقتصاد ونيها لشدة الباك ديالها ودرتها يا الله فاك شعبة الاقتصاد بحالي ودي ما فرعا لي يا راسي شرحي لي يا هادي وريني هادي ودي تبقى تعولي لشي أستاذ جامي حيكي قريهم في الكلية قتلك اسمي فارس من عائلة غنية بصف وكيقولوا عنده هل عديد من الشركات وفي نفس الوقت كيدرس لكل ري كلية واحد لمادة وقليل فاش كيكون ودباني هالمحص باحي وصلت لعوط للصيفية قتلك ما غدش تبقى تشوفو واخر كيبان إنسان مسكبر كيالأساسي ضاء لبناس كي يطحو فيهم وكيبغيوهم هاد شي عادي اما هو ممسوق الحد كيلقى المحاضرة ديالو وكيخرج ايه واشا ما قوليكم ديمن يحركت قصعو ديالترائف لي كيوقعو بينه وبينه وانا كم قنتيها على قد حقلها اما هروة هاد العام عنده التاسعة اما ماما كصفت تركتش معه وتقدل ما كله باش فاش يجي ولادها يكون كل شي واشدع لحقه بطريقه انا مزرحة لدى باك نخدم في نفس الشركة الشركة ديالناص اللي لبس عليهم ديالعائلة الإدريسي عائلة لباس عليهم من اوصول فاسية وكيقولوا بليليو ما غديجي الابن الاكبر ديالعائلة الإدريسي كيقولوا اسميتو والله ما حقلت المهم مشيت الخدمتي اللي بس واحد الكسي وزوينة كلفة من الفوق مزيرة من الفوق ومن فضفة من التحت ما حصني دارة ديالتالون وشعري مجمع كوتشوفال دي ما اخصين بانكلاس ديران دادر في عيني ومشيت الخدمتي صافي قس في بيروب قس كان قد لوراق وتكشيلي خاس حتى جاشكت قنقن فقراسي واحد البن اسمي تاسوسان سيخت داما قلت لي واش عارفش كون جاي اليوم انا شف شاب استغراب قلت لي جاي السرياد الإدريسي قلت لي ها اه واش هو الابن الاكبر ديالعائلة قلت لي ايها حبيبة وراهو اللي كيسير هاد الشركة كان كيسيرها لابعد وشوفك كنا غادين عدى بملي غديجي لينا وقال ليك رايح اندو بزف ديال الشركة الخاصة في المغرب ولوتيلات ومطاعيم وبزف ديال المشاريع انا كان ضارن يا راسي كان نحسب غال المصرف ديالي والمصرف ديال هاد الشهر والخلصة اشيغا ندير بيها وهي كتقنقن هسيت في راسي وقتلع سويسان حبيبة سويسان قتلي نهام قتلي ها واخرج القدام يا راسي دار ندابو ممسال ياشليك سويسان زيرت على ورقها وقتلي ممسال موما مالك اختيش فيما نهدر معك تقولي لي هكا بحليلة عندك البطويات انا ما سوقش لها وحتر ترسي كاكمل الحساب هي اسمشي سويسان قتنقر كتقن خدم في الكركلة تخزيل التاليفون حسنا طلعت لي ابل من عند ماما جاوبتها قلت ماما حبيبة اش واقعة ماما مالك قتعت وانا مستومة ودنيكا تربي هزي الساق ديالي وخرج كنجري الخرج اللي خرجتها تسمعها شي حيط اولا نقوله بنادم كان غدي يطير ليكس فين بلاسه كان شاب في الثلاثين ناس من العمر دياله طويل الجسم دياله رياضي وعنده عضالات سويون كي حمق بالزين دير بحال يلا هرب من الشي فيلم انا خرج كنجري الدرجة كهما اعتدرت منه الشخص اللي بقاش حاله وكي شوف فيها حاضي ها احسار كباس في بشي تاكسي ومشات فاطم ازدهرها اللي تايخة ورب اللي يعلم بيها اقلها ما بقاش في البلسة دياله حسو وقفت في السبيطار نزلت كجري ودخلات لقيت لأم ديالها الحجة نعمة وعروا كي بكيو دخلت كتسون مامها كيف اشترا وش نجرا قلت لها كانت خارجها حسو دخلت فيها واحدة موبيل ودبعها في غرفة العمليات قلبي بغي يسكت كيف اش نهال خسي مريضة خسي نهال ده بطريحة الفيراش يا ربي يا ربي شنو غادي يكون وقع ليها بقنا وقفين كانت سنوح تخرج طبيب من العملية وقالي نبلي العملية نجحات ودبا غادي تبقى تحت المراقبة باش يشوفو تغييرات لغا يوقع عليها صافي انا بقيت كاسا باستف باش قناعت ماما باش مشي للطارية وعروة يرتاحوا وانا عادي نبت مع فاطمزة معا اختي فعلا يمشاو وانا بيت معني حال حسو صبح الحال فقت ضغيير مشي تشتلي التاكسي ودوجته وبتلت علي ومشيت للخدمة وحالتي حالة وجهة سفر والارهاق بين في الوجهة ديالي وصلت للخدمة مع طلب من الساعة بني الأسانسور غادي تستضغي وقفتوا ودخلت كان نفس الشخص ديالي بارح بقى كي طلع فيه ويهبط انا اللي بارح كنت مرفوعة كان ما انتبهت ليه وعقلي ما كانش معايا كان غير مع اختي نزلت في الطابق اللي خاصة نزل فيه اما هو قمل الطابق دياله تخل مكسب دياله وعيت على المسؤولة دمك وطلب منه باش فاطمزة زهرة طلع تخدم في الطابق اللي هو فيه وتكون الكاتبة الخاصة دياله فعلا المسؤولة هضر مع فاطمزة زهرة وحاولوليها كل شي ديالها لتمة بدأت الخدمة حتصنة لها الفيكس جوبات كان صاحب الشركة اللي هي غير كتسمع ليه وعمرها شافته وعلى حسب ما سمعت هو صيب بزاف وقع ما كتتعاسق مشات دخلت لعنده البيرو غير شافته يتشمت في البلعصتها كان هو نفس الشخص اللي شافت هات الصباح في الأسانتر ولكن هوي لي اللي اللي ما درت ليه وعله لمستحيل يكون والشخص اللي شفت البارح ما قدرتش نركز البارح حيث كتمرونا صافي بديت لاخد ما ديالي حادي وخاك يحكر بزاف وإي حاجة درسها كي يقول لي يعوديها وهاكا ولكن ما ننكرش باللي يعجبني وفشك نشوفو كنحس بها الإحساس غريب ديما هاكا كي بقي يحكر مرز عصاب أكتر حاجة عجبتني فيه أنه من نوع العزيز علي الخدمة وكي قدر يوصل لم مهم هاد الأيام كل هاد وستهبي الخدمة ولوبيتال نهل نلأسف دخلت فغيبوبة المدة سأسبوعين أنا وليس حالتي حالو وقع ما كنركز في الخدمة ومرونا وغرق حصل أراسي بالديون غرق نتسلف من عند هذا وهذا بش نخلص لوبيتال ودي مرياض كي غووت علي حي تلاحظ أنني سهي وعقلي ماشي معايا ماما وحروب قفيهم الحرب الساف ودي ما قلبهم وعقلهم مع نيهال ودي ما كي مشوا عندها حتى كي يسلي الوقت ديال السيارة حتى كي مشوا في حالهم دس هاد الأسبوعين وأخيرا فقط تختم الغيبوبة ولكن الصدمة كانت قوية فاشكتش في نبلي نيهال تشليلات وما كتقدر تتحرك رجليها بسفة نهائية هي تصدمات ماما وكنا تصدمنا ولكن ما كانت شبح تصدمات ديالها هي ما تقبلتهاش نهائيا وخكتش بهين بللي رها بايخة بش مدزيش على ماماها وخوها وخصها أكثر يخصها فاتم الزهرة هس عرفها فاتم الزهرة اش حال تحملات يا معاناس ويا ما خرجت خدمات وضربت تمارا بش حال توفر لهم لقمة العيش وما تخليهمش يحسوا بالنقص تهم يتكساوا ويخرجوا وياكلوا ويفوحوا على صحابهم بحي لا تحجم كينا هي نيهال أكتر وحدة حاسب فاتم الزهرة اش حال تحرمات تحرمات من شابها ويالها تعتاشر عام العمر اللي اي بنت كتفتح فيه وكتتعرفها الحياة فاتم الزهرة هزاس مسؤولي لي كبر منها نيهال أبقى فيها الحال بالساف كانت قلت 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 يا غنشد الإجازة ونخدم ونحاونها ونحاوض تأناخصي ونطلف ماما وخويا وش حال مرة قلت نيهال فاتم الزهرة بش تخدم ولكن دي ما كانت قلت لقا جواب واحد هو الرفض تاز فاتم الزهرة دي ما من الخدمة للطار ومن طار للخدمة تازو ايام نيهال غير الطار ما كتدروالو ومقابل الانستغرام دي الفارس لإدريسي وكتشوف تصور ديالو أما الحجة نيهما مقابلها وكتبتليها وتلبسها وتدوش ليها وتصليها وكل شي مهلية فيها فاتم الزهرة بحال ديما اليوم سالت الخدمة ديالها ولكن هاد المرمى مشتش للطار مشتني شلمة حتى ديال التران تعرضت لخال ديالها اللي جيل عندهم من مدينة مراكوش هو أخد دام داراكي مزووش بيطل عند اسبار وشرين سانة وعندو زوج ولاد توأم وبنيتا زيزة ليختوب ناسها شحمرك يبغي عون للا الحجة نيهما ولكن ما كتبغيش حتى ورا عايش غرب اللي قسم ليه الله كتقد قلو الحمد لله الحال ديالنا مزيانو كين لما عشت قاعوتي والخدمة ديالبنيتي فاطم الزهرة هاكا كانت كتقنعو وقا هو كانت كتحرق علاخصو حتى كيشوف المستوى اللي كانوا عايشين فيه وكيفاش حياتهم تقلبات لموهم معلينا فاطم الزهرة غير شافت وجاي مشتكت تجريت ترمس في الحضن دياله وحن نقاسو وطلقت العينان للدموع ديالها أي اسمة تكابر قدام الأم ديالها وخوة ساتها وخوة ساتها زعمها ولكن صافي ما بقاتش قادرة تتبر ولا دي تتكابر خالها خالها وحتس عليها الراس وفشتس عليها قلبها هاد اللقطة اللي دست قدم الأعيون ديال الرياض اللي كان كيسكت موبيل وحدها فارس وقفهم ستوب ودست قدم المنطر فاشبنت لي مشتكت ش舉ت ترمت في الحضن ديال الشي راشل الرياض والحمر اوه اللحين ديالوا كيشغموا بالتم العلوق ديال وجهوه تنفخوا الشيه اللي يلاحظو حتى فارس فريس والابل العام ديال الرياض وفنفس الوقت ابن الخالة حسا الاب ديال الرياض والعم ديالوا المهم الخوز مسوجي الله خواتس اللي شح propeحالهاى هذه وعايشين فقاصر واحد كلهم عايشين في نفس الدار هان سوما عيش الأب ديال الرياض هو الحج بها الدين والأم ديالي حج رقية وعنده الأخ ديالي صغر منه عنده 18 عام الاسم دياله آسر والتوأم ديال آسر آسيل ولكن للأسف التوأم ديال آسر اللي هي آسيل تخطفات من وسط القصر خطفاته واحدة من نجيريات اللي كانوا خطفاته حيث ما كانتش كتولده وقررت أنا تخطف لهم بنتهم كانت مريضة وفعلا تتاسع ولكن دغية عقوبها وتبعوها ليكارد وهي فشفت ليكارد طبعينها تدهشات تخرب قاس هي صحت البنت في الخلو ومشات هتشت دوها دازوا أيام وشتدوها صافي هتدوها ومشت ورت لهم البلاسافين ولكن ما لقوش البنت وسوه ولود تشي واحد ما شف لها الآتار الحجر وقيم سكينها مرضات بالآساب وحيش غرب الدويان كتخف الزفع لولادها والحرقة ديالبنتها ما زالة في قلبها ما عرف ابنيسها وشعيشة ولا ميسة واكلة ولا شعربة ناسة ولا فايقة آلاف ديالأسئلة فراسها ولكن بدون أجويبة أما بنسبة الفارس الأب دياله والحج ديالدين والأم دياله الحج زينة عندوش اشخواتات بناس إيلين للعمر ديالها 25 سنة مزوجة مصديق ديالأخ ديالها وإبن العمد ديالها صديقهم من أيام الطفولة وتزوجه ومن بعد قصة حب ليه نجبت ليهم أحد جوج ديالتوام والدوبنت المهم هدي ختلوله مزوجه ووالده وحد ختل صغيره بارا أهندات 23 سنة حسن يا الله كيف عرسوا لها غير مؤخرا شي شهورها هادي من بعد ما تعرفنا على الأعضاء والأفراد ديالأسرة الإدريسي نرجع للقطة في عشر ياد شوف فاطم الزهرة معنقا خالها تعصب ديال بسح حيث فاطم الزهرة عجبته من أول نهار شفيها وخكي عاملها شوية خايب ولكن كان ترت مكانها في عقله وفي قلبه حيث شافك كشكتبان زي أمام ربيا وكان كي يقول باللي راها بنت دارهم غير من حركاتها وززروا فعزها تضمني شافها حس بحليل الخناجة تخشوف القلب دياله سلمت فاطم الزهرة على خالها ومشو للدار ماما شوش كونجا ماما لكنت قصبتي جامة ديالها وخكك باقة أنيقة الأناقو ولاباس درت انضطرتها تشوفها كي تشوف خالي قتلي خويا ومشا تلحس عليه وعن قاسو صافي بقنا قاسوين في السالون بشي سأمرت أنا آزاي وحطة الحليوات وكل شي اللي سنحتاجوه بقنا قاسوين مجمعين ونيهال حتى هي جريتها معنا وبقت كالسة نيهال مسكينة اللي كدررني قلبي من اللي كنبقى نفع بها الكوروزة الله يربي الله ولكن إن شاء الله ما ديش تبقى هنا غندي الليف الجهدي باش نبقى بها حتى تشافة صافي بقنا قاسوين مع خالي الحمد لله بدأ اليوم ويكاند ما كناش الخدمة دو السادق سبت الحدي اللي مزيان وجا نهار تنين مشيت لخدمتي ولكني جاني غريب وهو دكت صرف ديال رياض اللي دخلت وضعت ليلوراق وقتليها مسي رياض هذا براق سكتني عليهم وشفية ويقول حتيهو مخرجي قلب واحد النبرة فشكل انا صافي حطيتهم وخرجت شوية ودعيت لي اجيدي الوراق دخلت باش ناخد من عنده الوراق حطيت يديهو بالغلاطة قاسيده هو يبتسم با استفزاز ولا ما نعرفه قال لي حيدي اديك قال لي بادي مني انا شتيهو تضمت حسسني بحل لا راني شجرتهو ما ولا راني كنت تلصق عليه ولا ما فهمتش صافي انا شديت الوراق وحيني مغرغرين عن نقطهم وخرجت مشيت حطيتهم البيرو ديال جاء غقاش ومشيت في حالاتي تازهو ايام هو دي ما كي عملني خيب وفي اول فرصة يجرحني بالكلام ديالو وكي يسممني وانا صابرة وخبطة كتل عليها تشفراسي حيث انا هذه الخدمة بزز فشل قيامي من كرش نخسرها بسبابه تاستلت شهور طايرة تاستلت الشهور ديال السيف ووستطل قصة ديال القراية هو قليل فاش كنشوفو حيث اكثر يكي يمشي يصفر بر البلاد مشو جس عند خسي نيهال كتلان نيهال حبيبة شوفي راه وقت القراية هادي وكل شي رجح خسك سنتي ترجعي نيهال بقاش كتشوفي وقاتلي نرجع نرجع بشي تحكو اللي شوفي حال تكرفش دايرا مستحيل مستحيل مشي بحال هاكا انا تحنس عند وقت لا نيهال حبيبة شوفي كان واحد حاجة اسمتها القادر والقاداء وربي اكتب عليك انت ياخوشي والله انا ركنت نغل فرصة وناخد كريدو وغت نبقى معك عدد تعالجي شوفي يا حبيبة هاتيال حيات ما سوقتشي واحد فيكيني الناس مساكل اللي قاعد تخلقوها هاكا بلا عكس تغسك تكوني قوية وواجهي العالم نيهال بتسكتك وقتلي اللي اللي بعدي من يا فاطم الزهل قبل ما تفب الزهل يا حزمة بغيتش ما بغيتش نمشي مستحيل مستحيل نمشي هاكا انا تقطع لي قلبي وغرغرعيني كلاني هالحبيبة والله يا تكستر ما تقطعش لي قلبي كتر سيري وتحديي هادشي اللي انتي فيه وكني قوية وكملي قرايتك وش دي دي بلوم ديالك راعم مراج الاعاقة ولا اي حاجة كانت هاكا كانت حاجز لك فاش اناكي تحرمي راسك من احلامك ربي عمرك يدر شي حاجة خيبة راه اي حاجة دارها وإلا وراها ساب ش تحسى هادشي اللي واقع فيك دابا رأنتي انا عارفة داباك تقولي لاش ربي دار لي ولاش انا هاكا ولاش 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 ولكن عايشي واحد نهار وغدي سكتشفي بلي هادشي اللي وقاليك منو راه واحد ساب اللي ربي عاد بغاك سعر فيه مني هالحبيبة عرفك رجعت قراي بقدت كنتكلم معها هي بقدت كتشوف فيها هي تغطى وعطتني بظهرها دليل على انها ما بغش ما بغش تمشي ما نقدرش نبزز عليها خليتها لرحزها وخرجت كنتكلم مع ماما شفتيك ما خاصة شي حاجة في اللاجة ومشيس كنقرم على أخي عروو كنشوفيك ما خاصة شي حاجة في المدراسة ولا شي حاجته واخصة نتفقد الأحوال اللي رأنيا بالدار قصة قصة احتصنا ليتالي فلقة عثمان والد الحج إبراهيم اللي صديق دي الأب دي اللي عقلته على عمي إبراهيم اللي والد ببريه في خدمة صافي قلي بليبغى نتلاقاه واللي رأى فرباد فعلا دكشي النيس وصلت لقيته ديال الغضاء ومشيت نتلاقى بيه ديسمعاه فاحد كافي كميز غادو كيبن اللي البنز خرجي من اللافاك وكشي كيقرا وبدت كنتحسر على أختي والحالة ديالها صافي مشيت تلقيت معاه وبقى نتلاقى مجمعين سلم ساليه بيد وبقى نتلاقى نتلاقى وقد نضحكو كنت دياله معاه فاحد كافي ديال الشريكة حيث كنت نتلاقى 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 صافي بقى نتلاقى مجمعين هذا الشي اللي دس كله قدم الأنظار ديال الرياض اللي كان كيغلي بحش بوركان هذا الشي اللي لاحظه فارس واحتائلين اللي كانوا قاتل معاه كلهم بدوا كيشوفوا في الاتجاه فين كيشوف وفارس بحليلا بده كيفهم حيث مش أول مرة يشوف نفس البنت ويتعصب قسلت فاطم الزهراء كدوهي وحثمان هو يقول لي ها قل لي ها بصراحة فاطم الزهراء لا يريد أن يدخل لي لراسي مستحيل ميحمد يبيع الخصولة يبيع الأملك دياله ومن غير اللي كانوا عنده شو ديون أنا بقد كنشوفيش حال قلت لي يا را عارفة را عارفة را بابا مستحيل يدير شي حاجة بحال عكاك راكمنا عارفين ولكن من الاخرين را زوروا شوراق عثمان حكى لها الحيتو وقال لي وش مس اكدا مس اكدا ها ميحمد ما بعليهم والو قلت لي يا عثمان الله يهديك بابرها كان من دي مصاريح معانا أنا واختي وماما وكل شي كان عرفوه الصالير ديال والشهر الدور اللي كان يدخلوا لي وعاد الأراضي الزراعية والفيرما اللي يفلح فيها بزاف دي الخضر والفواكه وعاد المشية البقار والبهاي مشوف راهم لا يزحى حالي كان يدخل بابا الله يرحمه وغنك يورينا كل شي وش غايك دبالينا لا 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 انا مس اكدا لا 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 ما تقولش لي يا عثمان شي حاجة سمى ودوك عمامي الله ياخد فيهم الحق هو ما اللي زوره شي حاجة وخبط له بيدي فوق الطبلة عثمان حكى لها الحيتو قال لي ايوى لكن هكرا خصنت نديروا الاجراءات انا كلاش غادي نقول لك عثمان اخويا الله ياخد فيهم الحق ربي كبير وهو اللي غادي ياخد فيهم الحق حيث انا عارفة بابا مزيان وغير غادي نوقف على رجلي غادي نرجح حقي وحق اخوتي عثمان قال لي سمعي مزيان انت رك في المكان ادي الاخت ديالي وإلا كنفش نعاونك مرحبا وإلا بغيتي دبان وكليك محامي وطرفعي دعوا دطهم مرحبا انا ابتسمت وكتليه لما مستعد تشلع هذا شي دابا شكرا لك بزفا اخويا عثمان انا دبا غير نساهلي مني هلو تولي باي خير ونحس براسي بلي واحدة قادرة نتواجه معاهم واختي حتى يترجع تمشى وذلك الساعة غادي نرد الحق ديالي وديالخوتي عثمان قال لي يا فاطم السهرة بغيت نسولك قتليه نعم قليه واش فراسك بلي عمي احمد قول ما يموت راه قطعت وغمت تعني وحليتهم وقلت بلي عمي يسرق لي الفلوس ياك عه فراسي تحو الدموع مني بحل شتا وانا كانت فكر نهار لي ساقبه بالخبار بلي خوه سرقو ووطح في الارض شداتو كريز تصدم صدمات العمر في الاخ ديالو وفاشو صنع الكلينيكام والاملات دائمانتو ابقى سكان بكي اوه يقرر بعثمان واحدة يديها لايدي وقال يا فاطم السهرة لايديك اختي صافي عافك متقيش حلقي في المرحوم انا مسحة دموغي وكانت تنهد هالشي اللي شافه رياض ويبتسم بخبت وكالك بحل 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 خاصة مني بليه عثمان ادفع لها واحد الضرف ودعر انه فيه الفلوس هي بغت ترفضه ولكن عثمان قلاغ انتقلق منك لما شديشي من عندي لك بحرخصي شدتو فاطم الزهراء وسكساس ومالداخل ديالها فرحات حيث تقدر تضيق سبعة ديالاغر تتحليل فلوبي طال صافي سلمت الهاتمان ورجعت الخدمة ديالها ورياض خير كيشوف فيها بوحد النظر اسكت خلعه ادات ليه الملفاز دياله بغت تخرجه ويقول اوقفي انا درتل عنده اشتفي باستغرب قل لي لابوز اللي كان اعطيوكم ديال الاغضاء ماشي ديال المواحد الغرامية انا شفيه باستغرب وكتليه اشنو كيشت دامسيوه وانا اقضح شباني رياض خرج من البيرو وبدأ كيشمش بخطوات ثابتة اعتدت قابلي معي وديه في جيابه هو يقول لي يا كلامي واضح وما كان احاولش الكلام جوش مرات وده بسير قابلي خدمتك انا زيارت عليدي زيارت عليديو مكررش نعطيش تصرفيقها ولا نضربه ولا ما عرفش ندير ليه حق المتعجر في الاخر غرجاني وقف على الخدمة ومحتاجها ليها خنزرت فيها وانا اعطيها بضهري وخرجت بشي تسأل بيرو صفت غيرت ناسيت اصلا انها مو مكتر من هادشي قررت ندخسر مساحة خاصة بشي ينشي باصيس امالي هولا وعلو رجعت للدار وقلتني هال بشو اجتراسها غدامها صباح غديمشيو صافي واخديس ايدنا في الخدمة اصلا ما ندخلت ذيك العشرة مزيانة مشو حنا مع ذيك 8 الوبيتال اديتني هال واحدة من اكبر مساحات خاصة في المدينة داروا ليها مجمع متحالين اللي غادي سفتوهم لابراتور بش نشوف اشنو داستيو معين ورجعت للوبيتال بش نشوف النتيجة ديالتح حالي لوش كينشي امال فعلا مشت الدكتورة اخدتهم لي وقتلي بلي احكين امال وخاصها تدير واحد العملية انا فرحت وقلت له وش بصح 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 دكتورة اختيت قدر تعود تمشي الهرج ليه الدكتورة بابتسام قتلي اه ولكن راها غاليش شوية انا قلعش حال والابتسام ما بقع لش باي فيه سرعان ما اجمعت التحكة فيش سمعت تمان لي قتلي راها واخرى خدم في الليل وانهار وانبيع دكتورة لسكنين فيها ما نقدرش نوصل لنص ديالتمنت العملية خرش من المستشفى وانا محتمو مدمرة كين امال خسيت تمشي مرة اخرى ولكن ما كينش امال انا نجيب لها الفلوس مشيت الخدمة ديالي وانا مرفوعة اصلا هادي كتر من ست شهر وانا غير سهية والخدمة موقيتش ديالها فيها وليس كا خدم بالعقل وكن ارتكب بالسفة الاخطاء الناس اللي خدامين معايا في الشركة لاحظوا هادشي خصوصا انني شحن هادي كنت من ضابطة في الخدمة كنت في البيرو حتى صناريا التليفون كنت ماما صنعت ليها بش عرف اشغلت لي يا الطبيبة ووش كين اعمال مقدش الحال كان هادر معاها رياد اللي كان داخل مجا غير معاها فاطم سهركت كل ام ديالها خاصي ضروري الفلوس لا لا عثمان شحال هادي ما اشفته الا مستحيل نمشي عنده من اخر مرة اصافي مبقش نمشي حشم التكن هاروي لله ايه واشغن قليكم طبعا رياد اللي فهم هادرها بالمقلوب وقال يمكن كدوي مع اشي واحد من هادوك اللي كتلقى معاهم من البطرونة ديالها وليلا من الله شكون تحلف الرياد فيها وحلف ما تكون غير ليه مدامة بغا غير الفلوس تستوجوخ فاطم السهرة كيف ديما الخدمة للطار وتفكر ديالها كيفش غد يتدبر في الفلوس دفعت الكريديو ما زر ما جاوبوها كانت تقصف البيرو ديالها احسسنا لها الرياد في الفيكس بش مشي لعنده البيرو تخلاص واطلب منها تجلس بقى ساكت شحال كيشوف فيها وحسا يقسوكت سناعش غيقول هو ينتقب احد النبرة حالة وقال شحال بغيسي فاطم السهرة قتليك كيفش الرياد دارهم عندها وجوه حمر بالأعصاب وقال بلا ما هدير عليها الشريفة اللفيفة هو يشبدو حدششاشة اللبايات واحتفقت بالعاء ويغرسك سوك تفكر في الكلام دياله ما فهمت وعره حسا قال كتب الرقم اللي بغيسي فاطمز ظهرت صدمات صدمات من هادش اللي كي يقول شافت فيه يزقول ليها وشنا هو المقابل رياضة قربل عندها وقال تولي العاهرة ديالي وفي المنطلبك تكون يتحس أمري هي بقت كتشوف فيش حال صدماتها صدمات العمر وش هو وش كيفش كيشوف فيها عاهرة وهي اللي ولازق مهجابة به وهم رقل بها دقل شي واحد حتى دقليه هو كيفش كيفش هادا كيشوف فيها بحالة نظرها كوي موضطفة عنده لو زيدها حاسبها بنت زنقه ما كتسو ما كتسلاح شافت فيه بلاك المبلع جوش هزت ساكها وخرجها من الشريكة كتش مشو كتبكي حتى وصلت لحطة البحر بقات كتبكي ودموعها مسر ديالي عنقها وجميع الأحاسي تجمع عليها مشت للدار ديالي ليلة وليلة كلها وهي كتفكر وإنها استعار في الآخر خرجت بقرار نهائي دخلت دوشات ولبسات المالة بيستيالها وتجهت للشريكة بقات شحال كتسناحة منعسات شقاح الليلة كاملها منعسات شتصبح الحال بقات كتسناحة يجي شوية من داخل ومشان يشعل بيرو قلت لها المبلغ هو يتصدم فيها حيث المبلغ كبير بالزعف واش بقى هات المبلغ كامل هس حاجب وكتبوه مثل هالشيك وقال لعليون فلاشية شفور غادي يديك الفيلة وغادي تلقاي الناس اللي غادي يوجدوك لهاد الليلة ومن تماما بغيك شبقي يخطب عندي في الشريكة صافي هي شفتيه وقلت لها أطيني خمس يام شف فيها رياض وقال ويلا عربتي هي شفتيه وقالت عندي منقضي من هنا لخمس يام كون عندك ووو فهات خمس يام منقضاش نجي الشريكة واو دلها براسوز عما سيري خرجت من الشريكة نيشال البانكا صرفت الشيك ودخلت الفلوس في الحساب ديالها مشت لما صحة وحتت موحيد لعملية اللي غادي يكون باعت غضة خلطات جميع تكاليف واطلبوا منها باش غضة الصباح لمريضات يكون عندهم على قبل تحاليل وباش يبات في المصحة حيث لغت ليه خصد ديال العملية مشت فاطم الزهرة ودوات معاهم ووصولها على الفلوس وقدبت على دارهم ما قلش لهم تمن ديال العملية الحقيقي وباليخدات كريدي من البانكا وكل شهر غادي يقطعوا ليها من الخلصة واخر حاجة نعمة ما بغاش تخليها لها ترادية فاطم الزهرة للراس حيدي كنهار قلت لها تمن تمن لي كان كتير وبزاف وده بقلت لها تمن آخر نيحة المسكينة لي فرحانة فرحانة حيث غادي ترجع تمشى لاجليها ندو الصباح بكري لبسوا حواجهم ومشووا المصحة داروا العديد من تحليل نيحال ووصلت لاشية وخاصها تباس باش الصباح بكري ديال العملية مشات لحاجة نعمة حساهية أما عروة خلاوها وحده حيث عندو القراية وفاطم الزهرة بقاس مع نيحال وقلبها مع المبي غير الله فرحانة حيث غادي تشوف خساكة تمشى وحزينة حيث الفلوس فلوس الحرام نعسة نيحال ويامت حمزة فاطم الزهرة متكي حداها وكل شوية تدور عندها وتنهد قتلي كله هي كتفكر حتى تدها النعاس صباح صباح واخدو نيحال لغرفة العملياز وخاما كنوش بغني دولي العملية بعد الصراحة حيث خصب زف جير فحوصات وهكا صافي قضاو كل شي الحجة نعمة من بعد ما قدت لفطور العروة وعطت لفطر مش لإعدادية وقدت لي لغضاو وحطت ليه تلاجة بشغري وسلي سخنو ومشت خلطات على بنسه المستشفى قد فتم الزهرة قل سهل أعصاب ديالها وهي كتر منها بقوا ساعات وما كيتتنوا حتى خرج الطبيب والابتسامة ديال البشرة على ملاميحه رجعت لهم الروح واطمأ الناس قلوبهم خضر معهم الطبيب وقال لهم العملية نجحات بنيس بس مية في المية ودبع ما بقى غر تفق ويشوف يشوفوا وش زمع كديرة فرحوا بزف مقدتهم فرحة خرجت فاتم الزهرة وشرت شوندويتشات شليها هي والقومة ديالها وهاسر ورجعت كلسات في الحديقة ديال المستشفى صنت على ماماها باش تهبط لعندها هبطت وقسوكي ياكلوا بجوش بقوا قاسين شحال تمك من بعد الحاجة نعماء قلت لفاتم الزهرة خلت مشى للدار باش تدوش وتشوفوها رغض يكون وصل لتخصوشي حاجة صافي دكشلي كان فاتم الزهرة مشى للدار وخلص ماماها معنيها لقى سعرواء قاسكي يحفظ قلت لو بلي رهنيها نشحت لها العملية وفرح بالزاف نضت فاتم الزهرة دوشات وربطت عاليها ومشت لكوزينة قدت لعشا رجعت سعب نسخوها وقد شحلوا شي حاجة إلا ما فهمهاش تعشاو ونعسو نضت صباح بكري قدت لبغرير ومسمن وحريشة صغار وقواف تيرموس وكيكا واجمعت كل شي في حدثة كبير شوية وخوش عرواء لبس إحسا هواء لبس مزيان لبس جاكيتة وسروالت جين وسبرديلة وتجهب جوجل المستشفى حيث اليوم السبت وحرواك يقرأ غير رأساتين في الصباح ما بغاش يمشي قال لك والو شوفني هال وصافي مشينا بقينا كنت سنوح تحولو هالغرفة خاصة ورها فيقحة لعينيها ولكي بقي مقتنطت مشا ماما كانت حداها وطبب كيف حسفيها ورجليها كتحسبيهم ودتحكى وصلة لأخوين زاتهم ودنيها صافي بقينا كنت سنوحكو بسحبت لها لسلانت دكتورة غير شافني لديك الماكلة اللي اجبت لها وبدأ كي غوطة وقال لي وشنتي حمقا وشنتي هذا وشنتي هذا وشتجيب لها البغرار ويالله خرج من عملية ماما بقيت كتشوف كتليها يا ابنتي كمكورك دكية استعافت هذا المرة تكل لخصي انا صافي بقيت كنت سنوحكو كنت سنوحنا اللي كنت ناكله بتلازع اه نوع ماما وخويا ايواء لمهم قاسين كنت سنحكو معه وكان في قصفية كنت قلاني هال شوفي 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 لك هادي وكان نحض في البغرار ونيهال كنت سعد مسكينة في الكاشة لمهم الدكتور خرج لها بلخصص فقدر حصص ترويض وزيد وزيد بشترجع كنتم شبح اللويل صافي بقينا عكاك سلعد النهار وسلو ايام وحتى اخرين ثلاث خمسيان وصل النهار الموعود النهار اللي تفقت في فاطم زهران عريات ناضت صبح بكري دو شاس ونبسة لحويش ديالها وتسجهت للشريكة وهي ربي اللي حلم بيها وصلت بقصقاسة في المكتب حساب الليها داخل غير تخلى تبعثوا اللي بيرو ريات شف فيها وكل لها زربانها لها راسك لمهم عندك جوجيا اللي شفر سوف يدوز ورعك ويوصدك الفيلة والليل بينتنا طويل هو غمزة هي شفتها وقالت تسعد الليل خزي يكون في دارنا ريات شف فيها وبدك يضحك لا الكلام اللي قتلي وشأ من نيزها ديالة فيها زماء بنت دارهم سافي يبقى تشوفيه وفهم ما سقسته حساس بجرحة بساف كتر ما هي مجروحة منه قال لي هلاش يكما كتبتلي لي خلصي ندخل بكريل دارنا واللي ديك يخفو لي والوقت يالواقص وكذا وكذا ركي عاهرة وكتبقى عاهرة وانتي نهارو ماطل مع الرجال وفهمت ترى بقى صغر سكت وكتشوفيه كتشوفيه كيفش كتتعمل معاها وكيفش سأدن ديالها يلي كانت كتشوفه سد الرجال وهكا استقبحه بحلقه عرجال اخرين فكرت بثاف والقاسب اللي عنده لحق يتعمل معاها كيفما أبغى في الآخر هو دفع فيها الفلوس وفلوس صحيحة شف فيها رياض وقلب نبرة حادة نزل لتحسن عزي نتصل بالشفور يديك الفيلة ربعا ديالشي عزي نكون أنا عندك ووو خصني لقاك واجدعه ويقرب بخطوات ثابتة أنا بقيت كنتشوفي وكنتراعد وي تحدر لعندي وقبلني جم فمي هو يغمزني وقالي يا دابا خرجي من المكتب أنا خرجت وقفت قطة من الباب كنتشوفي غرب وحد الضدربني في أشخاصي تناهد وكملت على طريقي المكتب خديت تاكي وهبط للتحت قد شوفه ركيت سنة أركبت وأنا كان شوفي كما شافني شي حد من بعد مدة معينة وصلنا فتحت عينية مني شفتيك الفيلة اللي على البحر في سحلنا نشوفه الباب وننزل دخلت للتعرق قلت لسة دي لبنات كاسين في الساعلون شافوني ونظل عندي وقالوا لي مادام تفضلي أنا غير سبعة هم فهمة وعلو مشاو طلعوا البيت شفت فيها وحدة من لبنات وقالت لي يا أجمعي الحمام وحدة جراتي قدت لي شعري لاخر قدت لي دفاري لموهم قدت غير كيف كان بان كامبري وحدة ابنسة كانت تمة شافتني ما تقول لي ما شاء الله وشنك تدير اللحمة أختي أنا شاو بقيت ساكسة ما جاوبتها شفتها ما ترعصا يزبعت مني وبدأت وحدة قدت لي وكاسي حسن ترخيت وتكالميت بقيت مو الدو أنا هكاك حتى حسنت بيهدرت لي تقشر ما مقشر ودخلتني عدوش ودوجت لي بشي إعجاب خرجتني مضوية بحل مراية قصت جمال على جمال تسكن لفلات سيغطة مبقى في التصغبة ودك المساعدة قدت لي بصحتك مضموزيل أنا تسميت شكرا بصاف شجلت عدوش اختصاص يدي الشعر وبوكلته من التصغير أريد 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 غير حمار تحني قدرت لفغاجو ودرت غجالة غوز خفيف دك غوز بابي سافي قد واقفحت أجبت لي شميس دوني في اللون الكريمة شفت فيها وأنا نحشم سافي خديتها وألبستها وأنا رقينا شفور خلعة شداني عاد بردعس معايا أما قبل أكتغى كنت فلو كنت سلو كنت تمتع ألبستها ووطرت عند الخدامات غير شفوني وميت بهرو كلهم كان بين ما لم يحوم أناني أعجبتهم وحدة بإعجاب قلت لي سبارك الرحمن اليوم اليوم سي رياض تخذي للعقل أنا مرقت وجهه الأحمر هو سلم هلي هم شاو بقت غرب بوحدي حين مغرغرين والخوف تملكني عرفت أنه ساعتق ربعات وده بغادي يجي مولي سلطان وما هي إلا دقائق حتى سمعت حسن قوي دي اللوت وفرانات أعرف شوجة شدتني رشفة وأنا كنت شاهد راسي كل يتقرب عريانا سمعت خطوات في الدروج حل باب وبقى كنت صوت خطوات متقضمين بطأ جهتي كل ما تقرب خطوة قلبي كنت تزيد في الضرب عرفت أنه لا مفرر لي هذا الشيئ هذا الشيئ سنخسر أكثر شيء حافظته ليه و ستبخر قسكة سنة وقلبها يستح الرشفة شدازة وسخانة العطلية وجه المز تقرب رحس تزيد تغلغ في أعماقها كنت تسمع في اللحظات غير صوت خطواته وأنفاسه دخل بهبس ورحس طغي على المكان وكيف ديما مخنزر عقد غباش ونظراته بحث سقر تكهل الباب وخشي ديف جيبه طلع سعيني وتقبل مع عيني غير شافني هو يحس برس تسير أنفسك تطلع وثابت بحلي لكي تشوت وحيني تفيكس وغير فيه في معجز على الكلام تخدر في هذا اللحظة وانسى أي حاجة يشوف شكلها قدامه بحالة ما عمره وشافش مرأة ولا ابنت المرأة بقى يقرب لها ببطق وكي حييد القرافات دياله رمها في الأرض وحل شوي صدح في ديال الشوميز وبكي شوف فيها عيني اللي ما زحوش عليها وكيخدر أعويناته بيها كيتمعين في كل حركاتها والنار شعل فيه ممتيقش ممتيقش بالإصافة غديم لكها ممتيقش بالابنت اللي كان كيحلم يجردها منكسوتها ويتحسس حرارة جسدها غديت نعز معاه وفحوا ورجعت دياله فرح وحشبه الحال وحس بالانتصار حيث هذا شي مغرب شاليه هو رياض رياض الإدريسي اللي اللي حط على العين كتكون دياله شف فيها بعينيه النايمين وقال لها قربي فاتم سرعزت في رأسها وقال قربي لعندي أمشت عنده بخطوات سقيلة ووقفت حدها وقلبها كيرشف بالخوف هي تغمط عينيها رياض قال لها أحلي عينيك فاتم سرعزت ما قدرتش تشوف فيه قال لها شوفي فيها شفت فيه ببطء والخوف متزمن لكها قد كتشوف في عينيه اللي كيل معه كتشوف الرغبة أما هو وصل الأقصى ترى جديا الرغبة رغبة فيها عشقها رجع مهوس بيها قد كتشوف وكتخمم حسا حساس بيها اجبدها لعنده وقشى راسو في عنقها وكيفي يسنشق في ريحزها هبت راسو وحينيك يشوف فيها أما هي قد كترجف حطي ديها لشهرها وهبتهم تل تحسم حدهرها شهرها اللي كنرتبو حريري هو يلويه بنيته وقربها لعنده وجرها منه و نغامسوا في عالمهم تواني محدودة وفقدت شرفها صوتها مشى بالغوات حتى تجرح القامل داخل ما بقات قدرت يتغوت نزلت من حينيها دمها حارة كان فيها بزاف دي المعاني دمعة ألم دمعة قهرة ودمعة ضمار مدمرة تكالمة تكالمة ويسدع له وبقى غير كيفكر داخل داخل بكتر تفكير حساس معه لغوات ونزل كانت الأم ديالو اللي شدتها كريز أصلا الحالة ديالها هاد الأيام مش هي هاديك دوها لوبيتال حساس سعفوها ومن بعد لاحظوا بلي خصوة ضروري تمشي لأمريكا باش تكمل علاج ديالها واضطر رياض يمشي مع الأم ديالو لأمريكا فاطم الزهران بعد كليلة مرضت بكتر تفكير حاسس إزمات شرف ديالة فقداته ويدبولس العاهرة الخاصة بيه وفي أي وقت ممكن يطلبها ويدير فيها ما بغى من بعد فكير طويل خدت فاطم الزهران واحد القارار نقطت لبسات الحويش ديالها وخرجت من الدار قلبت على واحد السمسار وقالت له يقلب لها لاشي شاري رجعت للدار وقالت لماما وخوتها بلي غاد يرجعوا للمكناس وغاد يبيعوها الدار وما سكتوه وما نقشوهاش حساب بنت لهم بنت لهم ماشية هديك دس أيام فهد الأيام فاطم الزهران عمرها مجد للشريكة ودرت باعت وحتى الفراش طافي اخدوه الفلوس جمعوا حويشهم وشدوا أول تلان غادي المكناس قبل بعضها مشت للافاك واخدت لاختها اصحبت لها الباك ديالها طبعو لها بليرا فاليدات لعملوا الباكة عندها باك بلوس آن مالبعد قدمت طلب قبل باش تتحب الباك مشت للتانوي فاش كي قراخوها هروه واخدت لي الانتقال دياله ومشت للشريكة ودفعت الانتقال ديالها هالشي باش كانت فكت فكر وهي حط راسها لزاج ديالتران لحسب ما سمع اسم الموطفين بلي الرياض مشال امريكا حي تقوم دياله شوية هيانا ومؤخرا انتزت عليها الحال ضغياء خمضات عينيه وحلاسهم دليل على انها بغطرت هاد الافكار من راسها وصلوا المدينة الاسماهيلية اولا نقول العاصمة الاسماهيلية مكناس وصلوا المدينة اسم كناس نزلوا من التران خرجوا برا لمحطوا شدوا تاكسي واحد العنوان كان حي زوين شوية ونقيل مهمة بيش نزلوا منو وعونوا النهال تنزل نزلوا لي فاليزيالهم وبقى واقفين شحال كيت سناو شوية صنع التليفون فاتم السهرة جوبات وبقت كزدر مع واحد السيد تبليها جاي عندها لقوا عليه السلام ودخلوا كوريوم تاركي في دائرة فاتم سرق بالمدينة مكناس تسلص بالحاج ابراهيم وطلبت منو يقاليها شدار زبينا لا حسب الفلوس اللي عندها وفعلا الحاج ابراهيم قام بالواجب ولقى اليوم احد دار كتكون مثل سديل توابق ولكن كل طبق كيت بها بوحده فاتم الزهر شاف صرف تصاور صافي هي وما مها أخوتها وحجباتهم بزعف وخدو طبقه اللوله كين سفلوا طبقه اللوله لقبلنيها الحتي لاخدوه الفقهي غادي تكرفسه خاسهم يبقوا يطلعوها وينسلوها بزعف وهد هي دابا يطلعوها بزعف باقي خساطة وزيد وزيد دخلوه شافوا الدار اللي فعلا كانت زوينة على حسب الفلوس اللي عندهم كانت تكونوا مثل الغرف ديالنوم وكل بيت كان فيه ماريو ديالحيط وصالون وكوزينة وحمام وسيجوغ دار زوينة كتسوا اكتر من هادشي حيجات في بلاسة مقية وكالم غر على حسب ما قال مور الدار مزيارة وخاصينه الفلوس دكشير عشبه حردك تسامن الحج إبراهيم عرف فاطم الزهراء نفسها حارة واشحام المرة بغي ساعدها مدين ولكن ديما كيتلقى الرفض منها دكشير عشاد المرة داشرعي ديه واخداليها دار زوينة وفزت على الفلوس اللي اعطات ليه صافي كان غرص مصرر ام سيبراهيم خلص فاطم الزهراء ماماها واختها في الدار اللي كانت تخاوية بلا فراش ومشى شئة وعاروية عند النوتير تكتبوا معمول الدار وعطاتوا فلوسه مشى شئة واخوهة شروا المواد ديال تنظيف وشرتشي صاندويتشات دست عندو احد كي بيع الاساس واخدت ما عندو طبرة بالكراسة ديالها وثلاثة ديال نموسيات ديال براسة واحدة ونموسيات كبيرة على حسب ماماها ومنطات وكوفرليات مهم خدت غير دكشي الاساسي وعطت ليه العنوان اللي غيجب ليه دكشي اعطتو نص ديال الفلوس ولكمالحتي يوصل عليها صافي وصلت للدار كلاو وناتس هي وماماها صيقوا الدار وغسوا الحيوط والشراجم حلوهم باش تهوها ردوا الدار كانت تشعل ايه واجهت العشية جاووا دوك الناس جابوا الفراش دخلوا وحطوه كم لعتليهم الفلوس ومشا تقدشي اخوها دكشي كل الحاجة في البلسات ديالها وهي احلى امل انها تبدأ حياة جديدة بديبلومها اللي عندها حاليا فيه باك بلوش تخوه بدأت الخدمة في واحد الشركة شركة مزيانة تشكت فرشت الدار شوية بشوية حتى سالات ايه ودسوا الايام وفاتي بدأوا كيبنوا فيها اعراض الحمل وحتى الحاجة تشكت تشكت ما هي ممكنش يخفوه على هاد الاعراض ومنهار جاوب انتها صغيرات الهضرة فيها ولاس قليلة بزاف وحتى المكلادية لاغر كتنقب وصافي من الخدمة للدار ومن التار الخدمة وفاشكت وصل من الخدمة تقلص غشيو تخلي بيسايا واختاتك الحاجة درت النار في المصمار بش مشي فاطم زهرها معها الطبيب وفاعلها مشت الطبيب ومشت معها الام ديالها وشك ديال حاجة نعمة كلف محله وابنتها حاملة في الأسبوع هذا حمله في الأسابيع الأولى ديالها رجعوا للدار والترق كلها وهو مساكسين حاجة نعمة لكي سحسبت نيك كالتر بيها مدوس ما تكلم هاس غير دخله هي تكليها تبعيني البيسي وفي هلندك شيلي دارس دخلوا البيس وستو عليهم نيها شفت مامها مع السباب ودخلت هي وفاطم زهرها البيس دفعت كرسي مسحرك ديالها وتبعتهم كتصند الحاجة نعمة قالت بغيت نعرف ده بكل شي وش كل الاب ديال هادشي اللي في كرشك وبلاك دوب بغيت الحقيقة يا بنتي فاطم زهرت نحداث وعودت لأم ديالها كل شي من الوينتها اللخر وقالت الحاجة بلي غدي تنزل الولد الحاجة غير سمعازة غدي تنزل الولد هيت شمعها مع ابو حتى ترفيقها حتى تضر عنقها قلت لأب سعرامة بس تزادي الدمب على دمب اه؟ بغيت تغلخي وسدنوب بغيت قتلها دروح لي في كرشك اللي اعطى الله اعطاه وهذا الولد ما عنده حتى دمب وغيت تولديه وتحمليه نيها اللي كانت على برا سمعت كل شي حلت الباب وتخلص كسبكوكو تغوز على نيها قلت لألاش؟ قلت لألاش اغتضحيتي بسعرف ديال كالبدي لاش؟ كنا عرفت هكا قاع ما عندي مندر انا بشي مشي نبقى مشلولة هكا قاع نيها اللي بغيت كسبكي وكترب فراسها اما فاطم الزهرة غير شافت خصها بعرفت اسمعت كل شي حسست بحل ما طيب تكبع ليها تضمعت بغيت كتشوف ماما هذي كشوفة ديال حرام عليك ماما وتتحضرات عند خصها وبغيت كتحاول تردليها عقلها بالاخير ابقوا بتلاسة بهم قلسين في البيس ومعنقنوا كيبكيو حسا خلط عليهم عروة وبقوا حسا يبكيو كيبكيو مفاهموا بعد مرور سنتين فهذا العامين اللي دازو تبتلو بززاف ديال الحوايج عروة شد البكالوريا بنقطة مزيانة ووجه هو اللوول في التعنوية نيها اللي بقسم سبعة مع الترويد حسا قدرت تمشي على رجليها وتسجلت في الكلية كتكمل القرية ديالها كانت فاطم الزهرة كتعمنا في الحفاظة وملي كتجي من الخدمة كتبقى ترجع معاها وكتفرج في الفيديوهات اليوتيوب وكتمشي دوز لامتحانات الحاجة نعمة كانت في اللوول كتمشي معاها وتجي حس كنت بقى بالحكاكز ولكن دابولة سبعة اخر وكتمشي على رجليها بحل قبل وشدت الإجازة في الاقتصاد أما بنسبة الفاطم الزهرة نفس الروتين من طال الخدمة ومن الخدمة الدار وليزا تعمر لها حياتها وولدها وولدها جابر اللي كان نسخة مصغرة من رياض كيشبه له بثاف خصوصا في الحوينات والفيام عنده دابا عام وثلت شهر منين كتش مشي الخدمة كتخليها الأم ديالها ومفو واجع ليهم ودير ليهم واحد لهم بيونس عرفسوا ودير ليهم واحد اللي يجوه في الدار وليلا فيشي شكل دا كلوليد حلو نيهل قعمة كتطلقو صافي كتضل لسقا فيه ابتسام واحد البنسة كانت صديقة ديال فاطم الزهرة مش حال هادي وصافي وكنسة بعد زوجه وعرض اسعلي على العرس ولكن لا فاطم الزهرة ولا العائلة ديالها مشاو حيس كانوا هدراكت جبدهدرا حسا عرفت من خلال ابتسام بليل أم ديال العريس من عائلة الإدريسي وفشتولات مزين كتشفت بليل عريس لإسم دياله إحاب المريني وهو ولد عمد رياض الحمد لله اللي كتشفت هذا شيء قبل غير الحاج براهيم والزوجة دياله واعتمان اللي كانو كيتكلمحتها عرفات صافي ابتسام بقافي على الحال وقلت علش لي ما حضرتش لي ها وهاكا وتقلقت النيز اضطرات فاطم الزهرة انها تعود ليها كل شيء على الولد وبليرها علش ما بغاش مشي لغير هذا السبب حيس كو معطاتش مبرر ما غادش تسمح ليها تبقى ديما مقلقة منها خصوصا انها مطرف سيبراهيم وكانو صديقات من الطفولة صافي ابتسام قطعت لها واحد باش ما تقولوا هالو من بعد الاسراء الكبير ديال فاطم الزهرة واحدة سبتسام ديلي دكش غيبقى غربي ناسهم وخبقى في الحال بزاف على صاحب صاحي الدرس هكاك ومجاش تطلب منهم هما الفلوس لم مهم رياض لي من بعد مجا من امريكا عرف بلي راحطة الاستقالة ديرها شحال ها دي هو تحسب وبقى شحاله وكيقلب عليها ولكن بدون اي جدوى تحلف فيها إلا مجحت تلقاها غادي دفعها التمن غالي تبا العطلة العطلة ديال السيف فاتم سرها شفت اخوتها شحال ها دا ما خرجوا ايوا قلت اللهم ها تسفر بيهم اش بلاسة قررت صفتهم لمراكش عند خالها يبتلوا لشوش 15 يوم وفعلا صفتها سعروا ونيحال مشت وصلتهم المحطة ديال تران ركباتهم اعطتهم الفلوس باش يدوزوا العطلة ديالهم والأم ديالها ابقت معها باش قبلها الولد فاش كون كاتمشي للخدمة ايوا وصلتني هالوخوها لمراكش القوخالهم عرض ليهم تسمى في لاغاخ ساف يصنوا علاء للا نعموا على المهاب اللي راه وصلوا دازوا الأيام وفاتم الزراغ الخدمة للتر ووالدها وماماها وكذب قصة سوني نخوذها وتشوف روتينهم وكيف يشديرين وهكا حياتهم وكيف يبقوا سفتولها تصوري الواتساب وهي فرحانة ومفرحانين وكيف تلوجوا اليوم الحد وفاتم الزهراء مخدامش كيف تلوجوه وكيف تلوجوه وفاتم الزهراء مخدامش وكيف تلوجوه اليوم؟ فاتم الزهراء وعلم ماما سوف نقري صغير معها جابير سافي للا نعمى قالت وهذه هي الوجيبة انا مجي عند الحمام ونسخنها دائماتي انا بقد كانت تحك وانا جبت 150 درهم من سطاك وكتليها هاك يا ماما سري لدك الفوق عمي الفوق ماذا عميش لتحسبش يدير للك ماساج وصليلي فراسك ماما قالت لي ماما اهي 150 كاملة في حمام قالت له والله انا داك ماما حسن شاك شفيش حتك التعبير معايا الله يعطيني منا اش نعطيك ماما بتسمسز وقالت له الله يرضيهليك سافي مشتها جمعت حوائزها باش مشي الحمام نطأنا درت على الدار جمعتها شي شوية من بعد مشت في يقصئ ولدي جابير دوجت لي والبزت لي واخيرت مشتل كوزيناء درت الحليب حتى قدسوا لي في بابرون ودرت لمفهو حت الطاساء و قدرت فعل بيبرون اخرى تبرد سافي اعطيت لها بيبرون يرضع منها و اعطيت الخبز و اعطيت و غسلت الماء و جمعت الدار و سيقصها و رضيتها تشقشق و رحت تعمل و اتدوصانيك رواء عاطية رغتكم حاد غير مع الخدمة مكان ساليش سافي ادخلت في الكوزينة و ادخلت في الكاسكروت حد يعدنا حاجيبة هي الصيدة اللي كانت تخدمة عندهم ماما في الفيلة ها تشيء اللي عقلت وش حال هادي بلي الله ما سبب ابي مسك الله يرحمه ها تشافي ادخلت كل شيء تستطيع شكو بشكلات و احدها عادية حساس ما الدخول ماما مطلع ديالها من قدرت انت اعاد ساليس سافي جاس انت اغداء و تغذيس انا و اياها و اجمعت انتبعث تباكل و أصلت الماء و ماما دخلت تلبيسة تنعز شوء على مزو سلح اجيبة انا مجر قمت الماء و اشقه كنت أظهر على ذلك اللي وجدت و كنت أرى فول ديالي فيدي و قلت له ماذا ماما مكحة يا كمامي ماما هادقة ماما و قلت أتكلم معه و قلت لي ماما ماما قلت لي هكا يا حبيبي الرضا سافي قلت ناقص شيئ بقيلة. ادخلت في بيسي لبست واحد جلابة خفيفة و قدرت لشعري وتشوفها و انتطرتي للشمس حزيز بستاميق فيدي و قلت لي ماما انتت و قلت لي بيسي لقد كنت ليس نعسى والدي زيت. زيت مرة كنت ادرفك بدلت لي حوجاته و خرجت معي و قلت لي مخبزة لأن نعود كروسة و الميني بيزة و هكا أهوانا موهمة تقدس قادك الشي اللي بغا لي خاطري تميس راجعة و قلت تدخل فيها موبيل بتغدى الموت بخلها و و ازييرت على والدي و ع النقص بقيت مخنزرة وموجد المعيور هذا اللي عندو هاد السوقان بحلاكة وسط شارع الناس غادين وغاد يمكسيري كانت رونج روفر بالقري عندك الشخص تهوى تهصب حل الباب وهبط حزبان تليه شو حضاء واقفة تهصب ويمشي قال اواش انت حوره من لك تشوفيش ولا شنو قد تمستل اخر اسم هاد السوت جمدات في بلاستها درس عندو ثلاث عينيها والتقعت للاعين بعد السنتين غير شافها ضربتو امشكي جريوش نتاميتيها قال انتها دي نصاب ها اش كي حسب لك رأسك غادي سهر بي ولا شنو ها هم 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 انت رك بقى العهرة ديالي راني دفع فيك فلوس صحيحة وبدكي يضرب الجهد والناس كي يسمعو كي زاسع فيديو قال لي يا انا كنت قد كلمتي وخلص كونتها اش درتي ها اشتغل فمعات ترى يقرد جيني حمار ابقى شحاله بقي غوز عليها حتى اسماء صوت شيته في الصغار كي يبكي غرز عينيه هو يتتم كان نسخة طبق الاصل ديالو شدو من عندها وبدك يشوف فيه هو يعنقوك يسكت فيه وحتى جابير بحلي لحسب لي رهباه هاداك ابقى ساكسوك يضحك شاف فيها بروض غيق اللعوب لي ولده قال لي يا ولدي هادا ياك هي شافتي وقال لي لا لا ماشي ولدك هزا سيديها بغا تجروا لي حساس زيدي تلسمة ونزل عليها بوحت صرفيقة غوط بحرقة وقال لي هلاش كشكت بيدوي وصبرها مزيان بالحضرة شدها من عنقه حتى كان غادي خنقها الناس جاي كلي كيفك كلي كلاش كيدير حتى غوط وفرق الشوقة قال لي اخر مرة غادي نسولك اخر مرة غادي نسولك فاطم الزهرة هادا ولدي اياك وهو محمر فيها حيني ووديه كي تتاعدوا بالأعساب فاطم الزهرة خافت منه وخصوصا كيفاش تصرف معها وكيفاش تجرع للناس وكوش كيتفرج غير كتشوفه ساكسا هزت فيها حينيها وكتليب شوية اه ولدك خرجت ليه ولدك هاش شاف يا واحد نظرة ديال ديالها الرسل يظهر يا فاطم الزهرة جرح سيني جرح وركبها في التموبيل اطاع الولد شتاته ودار الجهة الأخرى ركبه كثيرة حسوص لي واحد بلاسة خاوية وقف ودار شال فيها شد الولد من عندها وبقى كيلعب معاه يا غرساك سوكا تشوف يوم من السعين حسق فزها بصوته وقليها سيندمي او سيندمك حسن خليك تكره يا حياتك واش عارف راسك شو ندرسي ولا لا بقش من الحق بقش من الحق تخبيع لي يا ولدي فاطم الزهرة قلت لي وهو لكن ولكن رهنسا انت اصلا مشي سيو رياض غوات وقلاسك ساي سكتي من سماش هالسك بلا ما نخوفه الولد وبقى كيل مره رديه على الولد وبقى وشين ساعة هو مكاسين في التوموبيل وبغير معنق عنده جابر وكيلهب معاه هس فيه هنا وقاله هش مسميزه فاطم سهركت لي جابر وهو ابتسم بس هزاء وهو زولده بدك يشوف فيه قال لي هولدي جابر هابا بك حداك وبقى ساكتين ساعة هو ينتق وقال ليها بعد غضة غادي نجي اناو العائلة ديالي باش نخطبك ومن بعدها بتلتيام غادي نديرو العقد وغادي تشوفي الويل كان واحدك هي شافتي وقال لي ولكن انتقب نبرة حدا وقال ليها قطة هي حسن للك انا اللي كان قول وانت كتنفدي مدلها لولدة ودماره ومشاني يشل عنوان اللي عطات ليه كسيرا حتى وصلها حدا الباب ديال الطار ابغت نزل وهو كيشوف قدامه وما شفش فيها ما قلق منه وما حملهاش قالها نمرة ديالتليفون وهو مدلها التليفون قيدة نمرتها بس ولده ونزلت وبقى حطيها حتى دخلات ألقت ماماها فاقس وكس قد ألسي ورقه هو الحليب وكتحت في الزبدة والعسل وكون في جور شفت فيها وقالت اشهد تعطي لها يا ابنتي فاطم الزهراء بقى مصبرة مسكينة وكارمة حتى تجابير وجودة ستباصل كتحل الكارتونات اللي جابس وعودت لأم ديالها بليت لقت رياد وقال لها سيجي تسوج بها بشي سلحو الغلاط ديالهم ما نكذبوش على الله ولكن ماما فرحت بلا قياس حيث كانت ديما كتبقى فيها ابنتها كيفش تبقى عيشة حيثها كلها هكا وهز المسئولية والولد مسكين وش ميمكنش يعرف بباه وشنو غد يدير مع لينا صافي ماما عرفت كل شي دابة وجدت حجيبو حطو الكاسكروت ونادو سفاتم الزهراء وجدت العشو تعشو مجموعين بقى معهم حجيبو وما خلتش الحجة نعمة سمشي حتى تسفت الخطو بديل غدام الزهراء ودكشي نيت خمرو الدار كاملة اسفها على علاها ودارو الحلوة على الشكال والنواع وصل النهار اللي غد يشوفي ندو كل واحد شكا يدير فاتم الزهراء من بعد ما ضغطت عليها لأم ديالها باش تصل برياضة وتعرفش حل غادي يجيو بس التوستين كشيفة باش تصلعات وسولا تشكون غادي يجيو وقال ليها غير روو العائلة دياله الجد والجدة وعمو ومراته صافي يعني ما شكتار فاتم الزهراء قتليها رياض رياضة اللي كان قاس في غرفة دياله غمض عيني وحلها وني سمع اسمي سم فمها ولكنه انقلق منها وما حملها فاتم الزهراء قطع عليها بلما يتسنى السؤال دياله حزعة فبغى تسوله على شي حاجة فاتم الزهراء تنحدث وكتفكر فهذا الخطوة اللي بغى تدير وهد زوج اللي غادي تربط بها راسها هزاسة تلفونها عودة فاتم الزهراء وحزا قطع عليها بسيسام صنعت لها وسولاسة وقعت لها بسيسام للي الام والاب دياله فرحوا بالساف من لي عرفوا را عندهم حفيد فاتم الزهراء طلبت بسيسام باش تتصرف في حدي محل لما كتتعرفهاش وحتى بسيسام تفهمسها ووصت الام دياله وحتى حاجة يبالي عودوا لها كل شي تصلت بخساوع الماسها واني هل غير سمعاز فاتم الزهراء لم يتحدث لم يتحدث لها فاتم الزهراء فاتم الزهراء قطع بسيسام بسيسام مع مرين زيانة لحقهم وطريقهم وماما ها وحاجة يبقى لحيم بالمشماش والبوت السمان والسفام تفونة لم يكبروا بهم ثلاثة امشت دوشاش من الريحة التعب ودوشاش حسل ودهو واخر شاشة دهنات دهنات لي واحد الكريم ولبست لي واحد جواتور بالخضر ملاكي ودرت له الريحة ديالو وحتى شوكي يلعب حتاها هي اللي دهنات لي جسم ديالاب واحد الكريم منك ها ديالفاني ولبست ملابس داخليه بالاسود وهذا دوني بربيض مع بيرميدا ديالو وقفت عن شهارة واسع باللون السرق درت واحد الحزام صغير ورقيق بحل الخطي باللون التحبي شعلا بالدهبي ها كو بلغة بالدهبي درت فونتو تنخفيف ومسكارا وكلوس ورشات من الريحة ديالها وبقت كتلعب مع ولدها وتعنقو حتى سمعت الصونت توترات وتتخرب قصو كل شي تخلط عليها مشات ماما حلت الباب طلت من باب بي سابن اللي هنس داخلين رجعت البلصة ديالها وبقت شحال حتى دخلت عندها ماما وقت لها تخرج وفعلا خرجت وسلمت على العيالات بالوجه والرجال باليد سلمت على ابتسام عادي وجبوا معهم كل خير جبوا حلوية على الأشكال والأنواع والتمر والشوكولة تكشي من أغل المركات وقضيات الحفيد تيالهم والماما الحاج والحاجة غير شافوا جابر فارحوا بزافوا تقول واش تلقوه كان نسخة مصغرة على رياض بقاووا قاتن كي هدروا مجمعين واحطوا لهم آسية والحلوة داتش فيه ويتكلم الحاج الكلام المعتاد فالخطوبات رياض اللي كان غير حتى تعيني حليها وكيشوفها كيفاش كتتطرف صافي بقاووا كيتكلموا واتفقوا باللي العقد غادي يكون من بعد ثلث ايام يبسوا الاخوازم خاسم اللي كان ديال ديامو هي الصدمات الصدمات مني شافتوا ما كانت متوقعها اذا ما يكبر بها لها الدرجة وبغي تزوج بها قبل الولد الحاجة جبلاسوا بوطاء فيها واحدة لونصومة الالماس اللي شربوا الحليب وكلوا تمر مهم مرر بها قبل القرقاع ومالبعد حطوا العشا ذك الشي اللي حقوا وطريقوا البسطيلة والتاج والتاجين بالبرقوق والمشماش والصفة مدفونة والديسير المهم الخير موجود تعشاو ومشت فطم الزهرة الديجابير ينعز حيث ممو الفشلة هي سهر دخلت البيس حتى حسست فيها تحل عليها دارتي تشوفوا كان رياد تشفيها شوفت لي مقدرات تفرزهم واشنوا من وراهم قرب لها بخطوات ثابتة هو يزدي على الشعر اللي كانت غير رمية على شعرها هو يجروا وبش السبعان حتى تحل الارض حل شعرها الطويل وبعد كيشوف فيها شوية قرب وبدأ كيشوفها بحالة بغيبوزها ايها حتى تبرا صارتها حشات هو يدير واحد الابتسامة جانبية وتحضر وبس ولده جابير وقال ليها تصليلي في ولدي ومشا خرج صافي خرجت تبعاثه وهي كتفادع النظر فيه سلمس على عائلته وماما اللي كانت ضريفة ومشاوا بحالهم بدلت فاطم السراء لولدها حدت لي الجابادول وقدت لي ليكوش ونحساته وسكت حداه حتى ارتحت هي تخرج عند ماما وحاجيبة لقاتهم كيش محروين وعوناتهم صافي ما عنه سيقوه وعد مشاكل واحد لبيسه طبعاً من بعد ذلك الاجتماع كيف اجدد ذلك الشيء وهكا وهكا رقم عار في العيالات أصبحنا وأصبح الملك لله فاقس فاطم الزهرة مارسة رتينها السباحي ومشاة للشركة اللي كسخدم فيها اللي فهات الاستقالة تيرها ورجعت للدار ورأسها فيها ألف مترقة ومترقة أدوى معها رياض بشوش درسها أو راقها حس من بعد ما غادي يديروا العقد غادي يمشوا للرباط مباشرة اجمعت حوي جاهية وولدها ووصل اليوم دي العقد نادة الصباح بكري دخلات دو وشعتها ولبسات واحد جليلي بفل بلون كاسي ووصلنا درها ديال التالون صافي وقس قاسة مع دارهم حسسوا ان لها رياضة وقاليها رعا وصل بزاتها ساكها ووو بس ماماها وخرجات خلت الماماها جابر قد رياض كتسنعها ركبات وكسيرة تلق كلها وصمت سيدو الموقف ووصلوا انزلوا من السيارة ودخلوا حسوق فتسيارة واحدة اخرى فيها شو لا تخوالوا لما في عمو درنا عقد القيران وشهدوهوما وسنيز وسنا وتسعلنا زوج وزوجها صافي ارجعنا دخلت للدار حسنت لي فاليزيالي وخرجت انا وماما ماما لي كانت هالزاجابر قلت لي الله هي ابنيت الله ما كنت تقعبا ندلك شي خرجة بحالعاك سننخوزك ما شفتيهمش انا قلت ليها ماما بل ما تخسر اليوم العطلة وانا اصلا ما عرفشه شو يدير معايا وشه يخليدي شوية ويردني وشه غير علمي يقيد الولد رهبا قد تحجمه واضحة شافنا رياد كان هدروه انا مع فرامح الفاليس هو يحل الباب واخدها من عندي حتى في الكوفر سلمت اعلم ماما عن نقصها اصلا ما قدرش نتفرق عليها سافي غير كم كوحتي كتبكو مسخش بحفيدها ولفتوا بزاف ثلاثة معاها في الطموبيل وولدي معايا وقلنا نيشن الاربعات وصلنا القصر دي العائلة الادريسي ايش غام كلكم هدا راه واحد القصر حكي حمق تكشي كداير الورد والقازون والنفورة والخادم القناة العائلة الارياد تصننا في الاستقبال استقبلونا احسن الاستقبال والام والاب الارياد فرحانين بحفيدهم اما هدخلنا نتروه الامني ابقوا يلعبوا معاه دخلت وطلعت الليبيس الليبيت الارياد اللي كان بيس كبير بزاف وغرب عليه الطابع الرجولي العلاقة بين رياد وفتم الزهرة كانس علاقة باردة بزاف كي عملها مره مزيان مره مكيسوقش ليها مره كي تغيكي تسيف عليها وكي تعصب كل مره كيفاش وحاجة واحدة اللي شغل له تفكيرو هو هلاش هلاش خطس منه الفلوس ولكن ما طاوعوش خاطروه يسوي لها صنع له التليفون جاوب كالابراتور اللي خرجت النتيجة وعرف باللي جابر ولدو وكي نعرف غرب غرب غير قطع الشك وصافي دازوا ايام وفتم الزهرة دي معنا تواصل مع دارهم كتشوف هكا حائلتو شغل ضريفين صرحوا كلهم زيانين معاها كلهم بدون استثناء ولكن اللي تنتباهها هو الفرق الشاسع اللي كيدل رياض في المعاملة دياله معاها هي ومعاها حائلتو هاتش اللي كان يشرحها كتر وكتر اما رياض كان سكتقتلو غير بالصمت ديالها كيف ما تعمل معاها تسبقها سكتر كيدل هو يحتقر هو ومع فشنو وهي بحسنة لذات سعى السبق سرق منين تفكر بللي الاخ ديال ابتسام هو نفسه الشاب اللي كان معاه في الكافي وكان اعطاها واحد جوا قا كي تفكرش حال وكي يحاول يربط الاحداث اما فاطم الزهرة اللي كان سعيش حياسها واهم شي عندها هو ولدها وكتفكر غرف عائلتها وصافي وكيفش ديرين ووجدوا كل فلوس تخلط اللي هم كافين هم ولا لا خوزها اللي رجعوا من السفر وهنا غتسبان شخصية جديدة اللي هي شادية شادية هي الخطيبة ديالرياد السابقة اللي الاهل ديالهو والاهل ديالرياد اصدقاء اخوها صديق ديالرياد مقرب من ايام طفولة وغير ساقت الاخبار باللي رياد رح تزوج جاتس كدجي شادية وهي ما نوياش على الخير حيث رياد وهو حبها مستحيل تفرض فيه ايوه هاش ماشي نقول لكم ديك شادية بقى سخطة بيته اليوم في القصر هادا جايا هادا جايا وم نوياش على الخير ودي ما كدتتقرب من رياد هادشي اللي كيستفز فاطم الزهرة ويحرك فيها النار الغيرة الشي اللي انتبهت ليه فاتبتسام ابتسام تدمات تدمات بالسعف حيث عارفة فاطم الزهرة رعا صديقة ديال طفولة ديالها وحارفة بلي كانت بنت قوية وما كدتسماش في حقها وقاسحة وياوي لوشي حدي حك عليها ديبا شفت بليديك البنت ثلاشات واتبتلات بالسعف مبقىش بحاش حال هادي بحالي لا اولاس مسالمة شادية ديما كدير وكدير شئ تصرفها صغير بشتع صفات فاطم الزهرة دست شراهين على زواجهم وديما شادية شنو كدير والمجيه ديالها اللي اكترس بزاف واحد نهار جت لعندهم وكنت هي ورياد فاطم الزهرة فاقس ناضج كيف ديما درت روتينها الصباحي لبسات ودوشة الولدها ولبساته ونزله فطره خلاته عند الحاجة والحجشت دينه ومشت خرجت للحديقة بش تتمش بيدي اللهوة بقى الساعة هي وكتشوف الحديقة لبسة واحد توني بيد من الزهز ومن فوقه واحد الكاب فيها بيد والزرق واسر والدجين بويفريند شعرها مطلوق ووجهها خالي من الميكاب فقط جمالها الطبيعي اللي كيسكلم الريح كي تربية على شعرها اثناء هداس مهجت دورة رأسها بش تدخل حسا ضربت فرياد اللي كان بعيد وقفوه وشادية شبيها شادية كانت غادة بغت تطبعها قبلة على شفيفو شادية اللي غير بنت لافت تمزها لدخلت للحديقة وبغت تستغل الفرصة تمزها شفتك الموقف واحساس بالدنيا وقفت بيها وما قدراش تبقى ساكسا وهد البنت دي مكت مادة ما حساس برصح توقفها سعليهم هي سازيتها حساس موج معا سامع ابو حد تصرفيقها دار عندها رياد ومستوم شادية تصدماس مكنش كتسنة منها تتصرف شفيها اوي هسا ويدو صرفيقها وقلي ابو حد من نظرة محسبة بيسك فتن الزهراء ابقاش كتشوف فيهم هي تنتقوا قتلي امني انفعيلك هادو ستر انتو هادي اشي بلا ساخرة ما سبقاش انا فضع الحشومة حسن بغير عائلتك وولدك هنا عصبت رياد ولبيا قبل ما يتكلم رياد انت قادشا دياء او قيلز انا اشرف منك كوك تنتم ربيا وعارفو والدك يربيوك قحمت ولدي ولد الحرام ووو تدوري برياد ولا حد شفتي الى مساله وبغيتي تلتقي فيه رياد ديالي وكنا مخطوبين هادا شحال حتدخلتي لحياتي ما نعرف كيف اجدرتي ليها ولكن فعلا انت وحدة مستخى ولفلوس عمولك عينك يطماميها شحال بغيتي وتمشي في حالك اه سيل وخلي لي الولد خلي الولد لباه وانا مستعدة نربيه بحال ولدي وكتر انا اصلا اللي غيكون عندي الحانة نحسن منك فاطم السهرة فاطم السهرة بقسم ستومة كيفاش الانسان ادوز معها بهذه الطريقة بهذه الطريقة المستفزة ورياد غرقها السكس ما قال حتش يحرف هو اول نيس هو اللي اعطلت خيتي الفرصة باش تكلم معها بهذه الطريقة وهزيدوه وعليها مازال كيفاش تجربها كتانها فاطم السهرة مستومة وتكسرت من داخل ديالها رياد قرب حد نبرة حد لشادية شادية تسيري بحال كتابة شادية شفت فيه ومشات اما فاطم السهرة بقاس كتشوفه ديك شوف ديال حرام عليك ودموع كتحوم العيني عشل للعل قطعت ليه بالدهر ومشا طلعت لبيتها رياد حكى على راسو تحصب بقى قلت شحل بدت الكرسي في الحديقة في الاخر مشى اللاكاف يمكنها رسالت سبوغ ولبس ملابس خاصة بالريادة وبدك يبرد سمو في داكستاك ديال بوكس كي يتفكر عشن وقاها ومصدوم خصوصا فاش تفكر الكلام مني كانت تقوليها شادية او كان عوالي وقفه على حدها مني يجا كتقرب ليه باش تبوسه ولكن للأسف جات فاطم الزهرة مع اللحظة وضرب عزها هو اسطل معصد منها بزاف وغير برد فيها سمو مبغاش شادية فاش بدأس كدبي معها بذلك الطريقة ما يجبوش الحال نهائيا ما كنا شكون شادية للسقلياشة ولكن في نفس الوقت هي اخت صاحبه وكانت لخطربة دياله واخا هو عمره بغاها ولاحظ الاتجاه دياله بش إحساس عكسه هي اللي تيما كتبيه له باللعه كتبغيه وفاش خبرها بلي عنده ولده غادي تسوش تضمعت وحاول معها بلي وما ما مكتبهش لبعض وهي قتله وخم قو أصدقاء هو وافق ولكن عارفها بلي باقي كتحب عليه اما فاطم الزهرة اللي دخلت لبيتها ومشت نيشا الحمام تلقى ساليه المبارد وهي كتفكر في الحقراء دياله رياض وكيفاش تصرف معها قدام هذيك وكيفاش شديد بسمعها وهو بقى ساكت دوشة تغياء ولبسة بانوار ومشت للترسينج لبسة دوبياس بالأسود ودو باردور شورتك سوى طويلة في اللون الأسود عنده واحد صنطاء في الغوز واسبرديلاء وقدرتها وشال حتى وما في الغوز بيبي الكسواجتها زوينة هزاسة ساكدوا جمعت في الأشياء المهمة ديالها ودرت انضار ديال الشمس وخرجتني ميشان تاجهات المحطة ديال القيطار واخدت تذكيرها ومشت ركبات في القيطار رياض اللي طلع لبيسو خددوش دوشة وكيشوف ما بانتش لي في البيس قال يمكن كينا في البيس ديال جابر ادخل بليه جابر ناعس قال يمكننا على غرف شبلا صف الدار نزلوا يتبليها لعائلة مجموعة قسمعهم وحنيك يقلبوا عليها حتى سويلة سموا في نهيفة من الزهرة من الصباح ما شفناها هنا اعاد طلعت معها السهدة وطلب من خدامات يقلبوا عليها قلبوا القصر كامل ولكن ملقاش لها الأعصار مشا رياض وفارس الغرفة اللي فيها الكاميرات شفهمني كنسة خرجها من القصر هو يحلم رجال ديالو يقلبوا عليها قال لما رجالو باش يقلبوا عليها وتصلب الحاجة نحماها وصولها عليها قتلنا ما جاش حاول ما يخلها هاش هي غير اسمها تكلامه قلبها ما هناش على ابنتها وعلمتني هالوهروها باش يصبح بكري ينضو يمشوا للربعات رياض وفارس ورجال ديالهم اللي الكلك يقلبوا ولكن بدون جدوى العائلة كل شي بخلوه كانوا قلسين في السالون حسد خلال رياض وفارس وقلوا وكملين قلسين حسد خلال الحاجة نحما ونهالوهروها الحاجة سولتهم وقلوا له الخرجات ومازل ما جات أصلا هم براسهم ما عارفين هاش ما عارفين لا اش مطلان لوالو من غير فارس وإيهاب وآسر اللي عارفين أشواقها اللي عود لهم رياض ودخلت الحاجة نحما ولادها العائلة شفوها وندوك يسلموا ولكن كلهم تبلوكوا قريبا من اللي شافوا نيهال بنت ما لم يحصد معها العائلة كاملة الحاجة القياة اللي كانت هزاكت ديالما تحلي على الأرض فارس اللي سمع الحصد قطعه وقرب غديس كثم اللي شاف البنت اللي عينيها سحروه وسحراسو داتلو عقله بسوا كل شحض نيهال والحاجة القياة قربة تصخفليهم نيهال اللي كانت نسخة طبق الأصل على أسر أسر اللي كان في فرنسا ويالله جغل مؤخارا وكذلك نسخة للحاجة القياة اللي كانت السن ديالها سلموا ليهم والقصو والحاجة القياة قد يسموت بالخلعة ما بقد فهمه والو ولا شن واقع ولا أشطره ولا فين مشات بنتها كل شي قلس على الأعصاب ديالو رجال رياضة يقلبوا عليها ولكن ما زل ما وصلوا الوالو كانوا قلسين حسد خلس عليهم مشاديك تطلع وتنسل وحاسا براسا ما عشقون تكون وكل مرة واش كاد قول مرة تقول ليك مهربس مع شي حد ولا بل هالبلنفتي واحد لبسه ليه والحاجة القياة وحروة ونيهال غير سكسين ومبغوشين ودو ستاع رياض مرفوحة قم مسوق بالو كل محاها شوي سسمت نازلها ابتسام مشاديك تجري لعند مامات نيهال وتتعنقوا سلمسالة عروة والحاجة حاجة نعمة والعائلة كل شنشة بهالطريقة ديال ابتسام باش سلمساليهم ليك تحب ليرها كتعرفهم ومحريفة مزيان نيس حسدوة نيهال وقالت واش تسلسي كامودة بنزي كما مشت لعندها ولا تصلت بها ولا عارفة فينها انتقات بسيسام وكالز وعالو دويز مع كامود وقال اللي كنعرفهم ولكن حتى واحد ما عارفش خبار اصلا السقوط ديالها كان قعمكي بالشرب الخير عفتي راولاسا خالت نطوائية بزاف ماشي هدي يا رفيقة الدربي ماشي هدي اللي كنت كنعرف للا مستحيل ماشي هدي اللي كنت تيمل ابتسام على وجهها بقس كتتتكلم حتى تسمعوا واحد تضحك بصوت حالي دارو كانت شادي اللي كتتحك بصوت مرصافه نادس من بلاسها وقفت قدام بسيسام وكالز اضحكتني بزاف زمانتي بنت الاصل الملفصل وبنت عائلة كبيرة وقد صحبي مع الناس من هدي المستابع محسس مراسها غرجة واحد تصرفي قامل عند نيهال خلطت لها الوجه مع العنق وشدتها من شعرها ونزدتها للأرض كل شي بقمس دوم تصرفت يال نيهال انتقات الحجة نحمى بصوتها مرتافع وقالت نيهال اشه هتتصرف ضربت نيهال وشفت فيها ودوة سبعة صبية وقالت صافي صافي براكا ماما هدي مين جاتوية كدوي صبرت بزاف وصبرت سهلة نزلت نيهال حتى المستوى دي شادية يد شدة لعبها شعرها وليد الاخراء شدة بها الدقن ديارها وكاتشوف لها فيها في عينيها وكاتش بصوت مسموع واش عرفت يا انا شكون ولا الله ها؟ واش عرف ان يسكون انا انا للك نيهال نيهال الهلالي بنت احمد الهلالي وصير سولي الى احمد الهلالي وعرفي شكون هو وديك ساعات تجدوي معايا وانتي قاسة من الصباح كاتهزي تقول معا شكون تكون انتي سير سولي مزيان الهلالي الله يرحمه ويواليه برحمة الله وغادي تعرفي بل انتي ما كاتسوي والو كاتسمعيني شادية قاتلها من نيسك الحبيبة شكون يكون هاد الهلالي نيهال بقت كاتشوفيها وكاتليها اسمعيني نقول ليك عمرك تباهي في هاد الدنيا بالفلوس حيث احبيبه نصحك ناصيحه عمرك تباهي الدنيا دواره وهاد شي نقوله عن تجريبه احنا عائلة لا بسالينا الاب دي الله يرحمه كان خدام في احده من اكبر الشركات في العالم وهاد الشركة صاحب ديالها اماراتي وهكى المدير العام منه المشي وكان هو اللي يتحكم في جميع الفروع اللي في المغرب والجد ديالي اللي يرحمه لا بسالي حتوه معروف الاطلس في اللح كبير يرتمك والاسم دياله ذو ما كان واحنا معروفين ناس ديال الاصل والقه والباه شيلولا دوك الطماعين ديالعمامي ما عمرك تغدي تشوفي وجهي ولا نشوف خلاقتك لا انا ولا ماما نعمة ولا اختي اختي اللي اشرف منك نطوح دم العائلة وقالت صافي ابنتيني هالا رجوع اللي هقلزي هادشي قد ديال في حشومة نيال قطعتها وقالت حشومة كيفاش حشومة عوزاني وهي اللي قد تعني في الشرف ديالختي ماشي حشومة عليها شادية بقت كدتحاك وقالت لها بين العربون غير من الولد اللي ولده سوف الحرام رياض قاليها شادية هي نيالتها الصبات قربت لها وقالت لها اسمعين قوليك حبيبة احنا ايا من بعد ما ما سبب الله يرحموه خلينا مكناس ومشينا عشنا في الرباط وجملنا الفلوس والفلوس ودمرنا تولى في ناحيتنا جديدة بعدنا ذهبنا وفلوسنا وكل شي وقعد اكشي اللي كان في الحساب ديالختي واشرينا ضرف السكل الاقتصادي فرشناها وعشنا فيها باخر وعلى آخر قد كتتكلموا كلهم كيتصنطوا لها بانتباه واكثرهم رياض اللي اول مرة كيعرف عادشي كمل هات وقالت واختي توسط ليها السيبراهيم بنجلون باش تختم ان تكون في الشركة ديالكم والسي احمد هو صديق ديالاب ديالي الروح بالروح حاولي عام نشح المرة ولكن ديك السي اللي كتعيروا فيها اللي كتقولوا ليها بعد الشرف اختي اللي الكرامة ديالها فوق كل شي ونفسها زيزة ليها وابتزم احبيب ديالي صديقات الاخت ديالي من الطفولة وقرأوا معها بعض من صغر حتى البكالوريا وقرأوا في نفس المدينة وفي نفس المدراسة احسن المدراسة تماما وووو لباسة الفرنسية مش اي واحد قرأ في مدراسة من بعد في الشدة الباق مش تختل كندا قرأت في واحدة من احزن المدارس الخاصة ديال التجارة وتسهير يالله بدت العام اللوول وتسممت بابا صافي رجعت وحاول ان تأقلموا مع الوات اختي رطحت بزاف ديال الحويش باش توفر لي غر المتطلبات ديالنا دكشي لاش توحد فيكم ما منحقوا يقول ليها تا قرام قرام دي الله ترا ضحكات بالسيزاء منيت في كراسة شي حاجة طحت ليها في بالها شافت في الرياض وقالت لي قبل عامين بالدبط في الآخر سنة كنت راجعة ملكولية ودرت كسيدة ودخلت في غيبوبة لمدة أسبوعين من بعد تشللت وما بقيتش قدران تمشيها لارجلي بقى فيها الحال حي تفقدت لمشي ولكن اختبقى فيها الحال كتر مني تقول هي لي فقدت رجليها ماشي أنا من بعد ما رقينا بصيص دي الأمل فاش أنني قدر تمشيها للأسف كانت لعملية غالية بستعف واتوجهت لعند الرياض ووقفت عليه شافت في عينني شان والرياض كيدحي بش ميكونش لكشي لي فعله صحيح هي تقول سمعت رياض الإدريسي أكثر واحد عارف مين خشجت الفلوس دي لدوك العملية وهو أنت هالكلام كان كيف يستمع لقلب دي الرياض حس براسوه واحد الإنسان لي ما كيسواش فارس وإيهاب وابتسام فارسوه وبدأت تغبّد عليه تتكلم وقال شادية سمعيني مزير ومسقط عينيش أنت اليوم تجاوزت جميع الحدود ديالك حنا كنا بخطوبين ونهار عرفت عندي ولد فسقط الخطوبة أنت شنو قلت لها نسي مقو أصدقاء وأنا قبلت صداقة ديالك ما بغش نجرحك كثير مجروحة وأنا عرف كتبغيني مش حال هادي وكنت مندي ما كنبيل لديك بليراني ما كنا أحس بوالو من جهزك ولكن انت شنو قلت لها قلت لها راس كبيرة وما كتبعميش حيتي كلها أحسابك بحلقة صغيرة من الأحسن لك ترجع تصرف عزك باش ما تخلينيش نغلط فيك وشفت شنو قالوا لي فجبوت نفس خطوبة قالوا لي ندرها هي الثانية ونتي اللولة ولكن أنا رفضت حاولوا يقنعوني ولكن رفضت والبارح فاجد ربسها ماشي باش نتفعها ليك ولكن كانت غير سبب وصع فيه حت كان بيناتنا واحد السوق ديال تفاهم لي كبير وكبير وبزعف وده بحضت وضح ليه ولكن للأسف فتلفوت ويحرم الله دبا فين هي شفت فيه وقالت ليه وش كتبغيها ريالت شفيها وكال بغيتها من أول نظرة ما عرفت لها لاش ولا كيفاش ولكن كانت مختلفة على بعقي البنات أما والباقي غير سدوات الوقت ما جبتكش لها باش نحاول لك قصة حيادي جبتك لها باش تسمعيني مزيانة شادية هذه غادي تكون آخر هاد راكت جمع بيناتنا لا يسترلك في حياسك غادي سعطيني لا انا ولا مرتي بتي ساح شفنا جاني مش طريق غير قلبيع حترني عارفك مزيان ما جبتك شديده لها ثلاثة أشهر هذا كل ما يعمل لها مسامع النهال فش رياض قال شديده تبعه تبعه سومس معه كل شي دخلت الى رياض كان قاس في المكتب وقالت لي فرس قبليد لم تخصي بزاف وقصت عليها اكتر من هاد اثنية شفيها وقال انا بغت تخصي كتر من اي حاجة ولكن هاد الشي مكتب يدوز مكتب يدوز علينا هاد الشي قد كتتكلمها حتى دخل عليهم فارس غير شفتوني هل قلبها بتكدر بكدر 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 بقوة وفارس كتر منها ناضي سخارجها اهوي وقفها صوته وقال بقعت بلعصة كبيرة في قلبي هيا ست فيه هني باستفهام ويقول ليها هي الطالبة المشاغبة هيا شفت فيه تحني راسه وخرجت بالزربة وقلبها غادي سكت عرفته بلي عقل عليها شفيه رياض وقال واش هدي الطالبة اللي كتفرع لنا راسنا عليها شفيه فارس وقال تماما ناضي رياض خارج وصل الباب ورجع لعنده وقال بلو من وصك فارس اليك تيك تبغيها قصد الحلال مبغيش المشاكل مع النسيبه فارس اضحك وقال هاي 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 خايف على نسيبتك تكلم رياض وقال شي حاجه مش تلهيه وليه يقدرون نقول دابا يمكن اسيل قناها شفيه فارس وقال واش حسن سبحانه ومشاك بلي هي اسيل الصراحة منيش بس اول مرة في لهم في لحظة شبه لي بينه وبين خالتي ولكن مدس ما اجبت ناضي رياض مش اطلع عند ولده لقى هنا يا عز هالزود داه مع هالبيسو ونعز مع النق والده وكوشوكي هالتليفون يسول لي كارد على فاطم الزهرة في ناهية وش القاوه وش حاجه صباح صباح كل شي قاس في الطاولة ديال الفطور وتواحد ما قادر يفطر احساس ما تنزلني هال هالزفيد ديها جابر من بعد ما دوشت ليه ولبساسه نزلسه وقصت في الكرسي وبدس الفطور طلعت الحاجه القياه راسه كتتأمل فيها شحاد وهي تلاحظ واحد سوحي ما عنده في العنق ديالها اللور الحاجه القياه يكنس هالزفيد ديها الفورشيت تلقى ساجت في الارض قوش يتلفت ليها وحسا هوا ما قص يعنيها غير على توحي ما نفسها كينا عند آسل غير هو في الجهة اليسرى وآسل في الجهة اليمنية هي حاقلة الحاجه بها الدين قاك يشوفها وما فهموا حسا قتليها على توحي ما هو يدخلوا الشك وكل فرجاء دياله يبحثوا في هذا الموضوع دس أسبوع نيهال والحاجه ونعمة وعروة ما زالين في القصر ورياض ورجاله ديرين كتر من جهدهم باش يلقاوها ولكن بدون جدوى تقول الأرض تشقتوا بالعازها من بعد بحث طويل ومكتف كتشف الحاج بها الدين بلينيهال ماشي بنت أحمد الهيلالي وخبر لعائلة كاملة وقرروا يفتحوا الحاجة نهمة في الموضوع وفيها نتكلموا معها وعودت لهم القصر كاملة بلينيهال ماشي بنتها من صول بها وكيفاش لقاوها هي والحاج أحمد هاكاوزا ما عودوا لهم كل شي الحاج درقية أرجع لها الدحكة للوجهة ديالها أما الحاج بهاء الدين كيقول يا رب غريكم فهذا الشي صحيح قرر يدير تحليل ديال دي اي باش يحيدوا الشك وقمت أكد بلينيهال تهم لموهين در التحليل غير بيناتهم لم يسيقوا لها الخبار وطلعت إيجابية بتعدد تسعين فصلت تعدد تسعين في المياه يعني صحيحة وآسيل هي نيهال هي نفسها البنت المفقودة لعائلة كل شي فرح حيث أخيرها لقوا ابنتهم الحاجة نعمة تكلمت مع نيهال وخبراتها بلسئية أحسن بليها دوم العائلة ديالها وبليها تخطبت شحال هادي وشحال ومك يقلبوه ليها هي بقيت شحال مو يمن تقبلت العائلة ديالها حيث أصلا كانت عارفة بلي الحاجة نعمة والحاج أحمد غرباوها ولكن مازل مولفاتهم كتحاولت أقلم مع الواضع داعز شهر ونص آه شهر ونص وفاتم الزهرة باقع غابرة أولاى رياض مازل كي يقلب واغيت استطوي حماق لحد الأنما كانت أخبار عليها ما خلاف يقلب أصباة طعرات كوانيسار Ohio ووالده ليست فرقاً هو سيد ذاوته ويبدو ويلبسه ويبكله وكل شيء لم ي يجدون ان يقربنا بأحد معه ونريد أن يزال ت smashed witness من هذه الخلاق سافي كل مرة يفصيør لايجموه هنا فعلوا هنا وما أخوه يقلوا أحدهم وما دعونا اليها بالأقياس العائلة كانون قالسين لشيئ ومجموعين يتِبطلوا أطراف الحديث مكان آخر بطفط في كل يدي المهندسين كان عرواء وصحابه غادين ومجمعين حتى تضربوا أحد الفرنسك على رجليهم كانت سيارة من نوع جيب آخر موديل بالنوع الأسود قاسم زاجها فيومي مش عرواء كيدرب في الشرجم وكيغوت ويزب حتى نزل الشرجم وهو يسمعه نسيت شي حاجة هو التضم كانت فاطم سهر أخته شافيه وما لم يحصد مع وجهه قلت أخته شافيه وما لم يحصد مع وجهه حساب أنه غمازة وقلت لي تلع راني حافظ الطريق هو تلعف الطموبيل وباقي مدهشر كثيرات وقلت معه يسولها فين كانت وقلت لكي مخلوقه له ودنيا مقلوبه وماذا يقلبونه يبتسمته غير ساكسة حتى وصلوا إلى شخص من أقل المطاعم الموجودة في المدينة شافيه وقلت له نزله نزله من الطموبيل ويقول واش ماشي هو درمط عمليكن دير بابا فاتم الزراجرات ومنيده ودخله وكل شيء يقدم لهم تحية امشاز قسوف واحد البلاسة معزولة وطلبوها شبغاو وبدو سكسعود ليه اشن وقعه شرس واحد تذكيرا غرق من عندو واحد سيدة عودت لها في عالبيه دكشي على شرجال دير رياض مقدرش يوصلوا لها ما كون أعرفوها على قطعات سبلا كارتنا سيونال المهم معلينا سافي مشت سما المدينة الطانجة بالطبط لعند الحائلة السطراب اللي هم الناس لباس عليهم وعندهم العديد من ديل المشاريع وهاكا وهم كيجوهم كيجو المرعان اللي مشت لعندها هي بنت العم ديال الاب ديال فاتم الزهرة واخت الاب ديال هبر رضاها سافي مشت لعندها وعودت لهم المشكل كله اللي وقاليها حيث عندهم والدهم محامي وكيف هنفدك شي ديالله ديال القانون سافي وقفوا معاها حتى بدو كيبحتوا القلوصية الاصلية وقفت على شغلها حتى دخلت عمامها اللي بلاصة اللي كيستاهله وتحكمه وعلى الفعلة اللي داره وفاتم الزهرة وعائلتها ارجعوا لهم لأملاك ديالهم هوروا فرحان ومقتها فرحة حيث واخيرا نرضو رزق ديالهم سافي حتى وعود لها اشترا منها رمشات وقال لها بلي نيها لي الاخت ديال الرياض ومن عائلة الادريسي هي التضمات التضمات بزاف وحرفت بالدنية الصغيرة وفي نفس الوقت فرحت بزاف لخصها حيث واخيرا لقت العائلة الاصلية ديالها مشو نيشا لأكبر محلات ديال الماركات المعروفة ديال الحويج ووشات العرواء الحويج من اغلى الماركات الحاجة اللي بغاها وليغي اللي حتى لها العين كتشريها لي وكتحاول تعود على هات السنين اللي كانت صعبة عليهم سافي دست المحلات ديال النساء واخدت لماما هو واختاني هال اللي شفتها وكتشمعها ليهم بلما تشوفت تامان سافي دخلت الوحد المحل اسمي سوئلكت خوبلانات خدت ليهم تليفونات خدت لازا واحد نعرواء واحد نيهال واحد ماماها وجوش بسيات العرواء من نيهال بشيقراو بيهم سافي من بحد مساله وصلت عرواء للدار ومشتني شال فيرما وطلبت منهم يقول الوال وماماها وخصها حسا اجي عندهم هي من هنا اليومين ويجيبهم الفيرما ولا تسفت لهم بالعربي حيث هي اصلا كتوش جدا بغت تدير الصداقات تعرض على الناس اللي كي يعرفو والقبيلة ديالهم زائد القبائل المجاورة المهم تدير صداقات يترجع لهم رزقهم وبش يترحموا على المرحوم موقفات فاتم الزهرة غرفح الفيرما اللي بحيد على ندينا أبديك ساهم صديل الطريق نمشو المكان آخر في مدينة مكناس قصي في الكافي كي يأكلو يضحكو ناشتين توقف لهم أحد الرجل في أباخر الخمسينات القاء السلام نيهال غير ستراثها شافته وانا دس امساسموس لمسالي بكل أدب وإحسيرهم الشخص قال عاش من شافك ابنتي نيهال نيهال لقيت لي غير دنيا من وقت عمي عبد القادر قال ايوه ابنتي الحمد لله عنتوا ما غبرتوا غبرة وحدة ولكن ذوك عمامك خدوا جزاء ديالهم نيهال بعدها مفاهم قلت ليه علش اشترى عمي اشترى عمي عبد القادر الساعة عبد القادر قال واش ما فراسكش راه اللي يسمع ترى هما في الحبز قال لك ولاد الدراب اللي غرقوهم وانيوس سيخسك كنس معاهم وراه رجع سحقكم كامل نيهال بقى سكتشوف فيه مضهشرة هو يقول ليها الساعة عبد القادر وقدر ابنت كدر الوليدة نيهال داخس وبغى صغير تصدره سافي تغياء تكلمات معاهم وشفت فيهم قالت سافي عارف تختيفين كعينة ندخلهم من الكافين بعد ما خلصوا وركبوا في الطموبيلات ديالهم رياض ركبت معاهم نيهال وهذه لفاريس ركبت معها باراء مشاو مكسيري ونيهال كتوريه يوم طريق حسد دخلوا معاهم دوار بقوا غالي نشحال تخرجوا معاهم دوار ودخلوا في طريق فيها غير الفيرمات هما يوقف وحدة وحدة الفيرما كبيرة ومعزولة غير بوحدها لقوا واحد العساس وما بغى يحل يوم الباب نيهال ترتقت في العين إن هو يحل بقوا ده خلي مع الفيرما غير الشجر و هكا الطريق والشجر والحجر حسوص لحظة واحد الفيلا كبيرة كتكون من ثلاثة يال طوابق نزلت نيهال كتجري ونزل الدراري من وراها بليها ببارعربي ومشت كتجري سلمس ببارعربي 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 فين هي أخصي ببارعربي قال أهلا بنتي قدير لبساليك نيهال قتلة ببارعربي فين هي فتن ببارعربي قال وراها مشت ركبت على الخيل ونزلت مع الشجر غدي تكون في الجوه دي الشاريش الشاريش اللي كي يلسحت نيهال فعرفت سفين كينا خلت سن كتجري ودخلت نيش الكوري اللي بلاص في كين الخيول قدت الخيل وركبت عليه وخرجت كتقلب على أخصها وهم أبقوا غير كي يشوفوا فيها واشهد هي نيهال نيهال هي عاد تفكراتهم ورجعت للداخل سافي وستصب العرب يدخلهم من الدار ويقول لهم ما يستعدي توجد لهم شي حاجة دي الماكلة والضيافة درالي كانت قلصة تحت واحد شجرة وحد على الخيل ديال لها حتى تسمع الصوت شي يجري ووقفات يسبب لها نيهال نزلات نيهال غير شفصها أمشاش كتطروا عن نقاسها تعانقوا وبقوا يبكيوا وقص كتعير فيها وبيلاش عش ماشي يبخلص ينهم فين غبرتي فاطم الزهراء قلصة على الربيع بقوا قلصين بجوج وقلص عود ليها شنو وقعوا وكيف حسر التسحق بقوا وكي سافي كل وحدة ركبت على الخيل ومشو كيتسابقوا حتى تدخلهم لإستابل احتروا الخيولة في بلاسهم ودخلوا الفيلا فاطم الزهراء قلت رحضوا مزير على الشال ديالة حيث تدير الحيجة بدابة مشو الصالون ألقوهم قالسين وكل الخير محتو تفق طبل نيهال غير كتنقص أما فاطم الزهراء دخلها بشو بيها وعينيها على رياد رياد اللي كان كدير فيها واحد شوفت بكي بالشرش بالخير مشات سلمات سلمة سلمة كلهم بليد حتى وصلت لعند رياد رياد اللي بقى كيشوف فيها وعرف ها بلي كتجاهل نظار فيه مدت لي يديها هو يوقف وجرها من يديها وسلم عليها بلوجه حتى تقرب لأحد ودنيها وقال بقى غادي يتفهموا على هاد شي يا مادام هي استدفع حينيها ويضرب فيها وحد خنزيرة عيني كانوا بحل شرارة دي النار هو يطلق منها ومش عز قلصة تكتف سف بقى وقال سين كي تتكلموا حتى سلت من داخل فاريس وجايب معاه جابر حتى أصل بها رياضة وقال لهم يجيبوه فطم استرى خرشفت ولدها تلاح سألي وبدأ تكتز عن نق وتبوس ويحت هو نفس الشي أما فاريس يضر يضر يغمز نيهال وني قال لي رأس زعم ما ما كتفهمش أعيام يقول لزعم نوضي ويا 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 لحيا سلي من ينادي صافي نادو تعشاو وطبل كانت عمرو مشكلة ومنوعا تعشاو ونيها الحلفة لهم حتى يباتوا في الفيلا كل واحد مشى البيت فاطم زهر أزت ولدها دوشات دوشات لو لبسات ونعسات وقسم عن قهوة كتشم ريحة ديار وتوحشات وتوحشات بلاقياس قد شد في لديدس جابر حتى تسم داخل رياض بقواق وش حال كيشوف فيهم هو ينتق وقال إليك ممكن نهضره هي شفتي وقال ما في لي هدر دعبة هي تدخل الدريسينج بدلا سليها لبسات وحد بيجام قطنية سخونة باللون الحمر والأسود وبنطف الأسود في عالريش تلقت شعرها على طولته وخرجت لقت ونسكي حدا ولده مشى تفاصلته وتخشش حدا ولده حتى تدع نعاس رياض شفها نحساس وبقى كيلعب في شعرها هو يقول يا فاطم الصحراء بغي ندير فيك في ضيحة ولكن ما نقدرش ما نقدرش عليك وانت أغلى مكان ملك بقى كيلعب لها في شعرها ويتبع قبل على جبين ديالها ونعس انتقلوا المكان آخر للا لما بحيت بزاف فقط في الفير مالنيت لعبتنا لتحت الكوزينة نيها اللي كانت قاسا بيجامة سخونة ديالها حلت تلجه وكتقلب على ما تأكل قاسا كتقلب وكتندن حساس بشي الدين على ظهرها هي قف زاز وطيح حدك الفرماج كنت هزاف يديها دار تشد على قلب حسب فارس وقف قدامها ويشوف فيها كان لبس قبية ظهر أنه كان قلص الحديقة شفت باستغراب وقال فارس خلقتيني حرام 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 أخويا فارس بدك يشوف ضحك وقال أخويا منيتك نيها شفت باستغراب هو يقول لي هلش تجهل نيها دمي نيها بقى تغير كتدور في عمينة وقلت لي أنا الله فارس قد يضحك ويقول لي أحياني هليك هي قد يضحك هي هبطت رأسها شف فيها فارس ويقول لي فارس كنت ما يشابك من أي من جميعها هي ضغيها أزت في عينها وطرت قاسم فيه قلت لي حلف حسو عز على رأسها أي تسقط فارس ابتسم مخشادي في جيبو وقال قلت لي ما كنتش رد البل لأنه دارت لك سكن دير فيك نها قلت لي ودبع لش قلت لي هذ الكلام فارس عز صح وحد دي ما قلت تغبع علي شد ويخش وقرب لي قال لي ما بغش تفهم زعم ما هي بقص كتشوف قل أعطني غرد الخضر قلت لي كيف قل لي يعني وش كن قلت لي وقال لي حس مشاعر من جهتي نها بقص قد حك وحنا طرعس هو يزدي حتى على دقن ووز لي رأس قل لي مش وقت لحش ما دب جاوبيني باش نعرف نها قلت لي ولكن احنا عائلة و حتى بعل فم هو قل لاش دب جاوبيني نها لدرت لي برس ه آه ويا حش مانا قلت لي حتى أنا من جميع هو بقى يضحك ويدور راسه وقال آه حق قلبي هي بغى تسلس منه ويشد هوجرها وعنقها عنده قال لي ها ما غادي تكون يلتش واحد من غيري انتي مليوم ديالي ديال فارس فقط هي بتسكد احش مانا بغى أدفل مانا مش الطائرة اللي اللي وقع هزت تليفون في اجتمعت في فيبرور دخلت الواتساب ويبليها ميزاج من عنده قال لي ها جتام هي تسدمة تغيز ربعليها مقوة تسدمة طلعت لي ويون عزات أصبح ناو أصبح الملك لله صبح صبح جديد بأحداث جديدة فاق ساتيم زهرة قد جابر رياض نعاسين مخشيين في بعضهم قدرت إبتسام جانبيا ومشت لحمام اللي بسات تركوز خودنا مع واحد هذا انصمبل سروة العريض لقطن صافي وقدرت شال ديالها وليب تفرج ليها نزلت كل شي قاس على الطبرة الفطور قد ساتيم نزل رياض وهذا جابر في ديه فاطم زهرة لكن تفادي تشوف في رياض الشيء اللي لاحظ كل شي شوية سمت دخل الحجة نعمة وعروة الحجة نعمة اللي غير شفت فاطم زهرة وغرقت لها بالمعيور ولا ش اغبر سي ولا ش ستي نالي ولا ش در سي ولا ش فعل سي لم وهم صب بناعت ها فاطم زهرة مسكين ولت طلبة غير سلاك وكتر تطب ايه باش يشوف اش يجب الدجاج واللحم الاحس بصداقة دخل عندها رياض بقى يشوف فيها كان حتى انضاد الشمس في قراصه وهذا فيدي السور التموبيل قال اما يستهدي فاطم زهرة دار ولل عنده شفت فاطم زهرة وعود طورتها سعتط لي بالتحر حتى قرب لها وجرها من ايتيها وقال ممكن هضرو دبع متان فاطم زهرة قلت لي ايه انا ممس لي ايش دعب رياض خنزر فيها وقال بلا ما تطلع لي يا فراصي ازيزي قدام ايه اخص نتكلم يالله بغت تتكلم حتى صنال لي التليفون وجات وشي خدمة مهمة تلق لي عملي اديها وقال من بعد بتهرو معصب معصب من هاتجاه اللي كدير لي ومش بحالة اللي خدمة دس يومين ساعة فيه داروا صداقة وعرضو للعائلة دي الرياض وعلى الناس والجيران ونص الدوار كل شي الناس اللي كيعرفو عرضو لي وداروا صداقة الناس من فخ ما بدك شلح قو طريقه سالت صداقة في الليل وكل واحد من بعد الإرحاح الحجر وقيحت بقدر ما تريد مع بنتها شوية ايو سافي ثلاثة البيت كان والدي حبيب ناعة شبه نعاز ما بغيت نفكر افوالو الرياض اللي حاول يهضر معايا وفي كل مرة كان نهرب منو وما نخليه شدوي حيث ما بغيت نزرب على العراس بغيت نفكر مزيان باش نقدر ناخذ القرار صحيح ذويت معايا نيهال وقتلي كل الشي والحوار اللي دار بين وبين شادي وحتى شهد قال لها قال لها فارس بلي رياض بغاني من اول نهار شاف ني فيه وكان احب من اول نظرة وكان كي تعصب مني كي شوف ني مع شي راجل وقتلي يرا ها فايت شاف ني مع شي وعثمان لا اقل ولا اكتر مع لينا صافي مشيت انا يش تخنت الدوش وتخنت عديماتي لبست بنوار واخر مشيت لدريسينج لبست واحد بيجاما قطنية ومشيت تكيت حدا ولدي حبيبي ايلا حتى ترسح تبدأ تصني التليفون شوف رقمه وانا تصم جاوب تكتلي قال رياض قال يا جابير نعز قلت لي اه قال يا واخد صبحي الاخير هو يقطع انا استغربت من هاد الابيل صافي بقت حاكم فكر حتى الدنيا نعاس ما حرفتش ولكن من بعد الابيل بتطبط عمر وبقي سول فيها تعست رشان قول لكم خمس ايام ما سول موال وقع من بعد ما كان تبعني باش نهضروا نهضروا ما بقاش تبعني نهائيا صراح استغربت صافي بحل ما جبني لحال اليوم هبطنا المكناس تارينا مزيان ورجعنا الدكراهياس وقرضنا نهبط الفاس حيث نهلك نسمى وبقى غير نهار على الخطو بدير خسيح بيبسي وضروري ما نكون حاضرة اجمعنا قاعدة كش اللي غدي خسنا واخو اجمع الفالي زيالو انسى ما قلت لكم اللي عروة غدي نصف طيق من القرية في امريكا صافي شدنا شدنا الطريق الفاس وصلنا نيشن مشينا للك الفيلة عنا اللي كينا سم رسحينا وتغدينا ومن بعد مشينا المول تصارينا شوشو وتغدينا دك شلي خاصنا حسا صلنا صالي نيهال سولتني فيني وقلت راني الفاس قلت لي والو اجي عندي من دعبة فالول ما بغيت ولكن دوزت لي الحجر وقيا وحشمت منها بالساف ووافقت مشينا المحل الكبير للحلوية خدينا من انواع الحلوة والشوكولة ووصلنا للدار حتى تطل موبيل ودو ودو ونرت حين لبس نحو يجنح وصلنا ميساج طلل بلين حلقت لي قلت لالرض عندك تخرج رجلك جاي هو اللي سيدي لديكم انا طلعت حاج بي استغراب وقلت تفكر بلين راه عنده مره صاف اضعت التليفون ولبس واحد اللي بي سا زبين وكلاس بقيت قهل صاح اضعت صنالي وقل خرج لاني برا خرج انا وماما وخويا وولدي حبيبي اللي غشف باه هوين ثاني صاف يحط لديك شفته موبيل سلم علي وعلى ماما وخويا جاي سلم علي ومدي تلي يدي هو يجر ني عنده واتبع قبل حدا فمي انا اصدمت فيه ورجعت حمرا 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 ضغياش دي جابير منه ومش تقرس له رحدا ماما وعرو قلت حدا ساف بغيت حرك وانا تفكر واحد حاجة انتزا في الدار وقفت ضغياء ورجعت ازيت واحد بوطة كبيرة حتى ساف كوفر ورجعت ثلاث ترق كل هو حسب الإحراج وكان شوف غير بنستحين كيف اللي يشوف يمن المرا وصلنا لقصر وانزلنا كانت العائلة كل هم جموعة سلم عليهم ورحبوا بنا احسن ترحيب وقصنا شربنا آتي والعاصر والحلويات والمكسارات وتعشينا مجموعة طب لعامرة بأشهل مأكولات بغينا نمشي ولكن الحجر وقيا والجد والجدة مبغاوش وحلفوا بحلفهم لنخليوهم وصفت انا مقدرش نحنتهم انا بلو بينكم عايقة بهم بلي بغوا غير السلحب وبين رياض سافي كل واحد طلع لبيزو بقيت غير أنا ونيهال والحجر وقيا واختها الحجر زين وماما قلنا قلسين وانا دلسة مجمعة مع نيهال وانفصلين في السلون الآخر قلس رياض وفارس مع وم حبيبي جابير كانوا قلسين في السلون مقابل معنا سافي كان ديوح تتفكرت لبواطا وطلبت شني ولاش مشي تجيبها ليا قلت لي حجر ما حجر ما فيهاش ايز مشي عند فارس وتلبعته حتى تجيبها فارس سافي جابها لنا فارس وقلس وانا نعطيها الحجر رقية وقلت لي حجر رقية قلت لي الله يا ابني سيعل شكرا في سراسك قلت لي بغير حلي باتا شكت فارس وقلت لي عندكم تلفازة هنا قلت لي كين السنيمة قلت لي قلت لي هم كين السديات غير خدمتهم هي تضم ماما رقية كان فيديو نيهال فاشي الله كانوا جابوها ماما وبابا وفيديو هاستيل هاوية كتبك وفاش بدأت تنوض السنان وفاش بدأت تحبو وفاش بدأت تتمشى كل شي ذاك شي بخطوات متتابعة الحج نعم بدأت غير كتبك وحتى الحج اللي كان خلط علينا بقى غير حلط البوطة يتلقى فيها تقل لباس اللي كانت لابسة وليزار اللي كانوا مغطينها به وواحد البريوش على شكل خميسة ديالتهب بقى الفيديو دايز حتى تشد فيه الحاج أحمد اللي يرحمه اللي كان كيصور ديم أولاده كيصور معاهم بزدف باش يبقوا تصور للتيكرة او لا اي اعياد كيف مكانه كيبقى يتكلم معاه محتهوم نصائح ويقول لهم على الفيديوه سوف تحسف بيهم اللي تكره حتى تسوريهم لولاد ولدكم واحفادكم حاجة غير كاتبك وتقول واش بغا تسكت ايوه صافي كان جوم أكثر الرياض اللي كان يشوف فيها ويشوف فيها بوحد كمية ديالحب كيف قدرت تفكر بهالطريقة وتفرح ماماها ومتحرم همش من اللحظات اللي كانوا بغين يشوفوا في آسيل صافي قلت مجموحين تجبت لهم وحد الخادمة لغلاس حتى تبدو حال يسخن صافي قلت ويأكل فيه حسن بغا كل واحد ينعز بقيت غرفة السهرة ورياض كتبت في عينيها وما حفيت فين فيمش ولا فين شي ويوجد هالفيل أول مرة أجيليها دارت شفت في الرياض بقليها مازل غالص وجابير نعسله على الأسترون وليد الأخرى فيها التليفون كيشوف فيه قربت ليه بغت هز ولدها هو يشوف فيها شفت فيه وقلت بغت نهز هو جمع التليفون هو يوقف جرها من يديها ويه مدة تليد الأخرى هزز بها ساكها مشاو نيشان الأسانسور حلو على التعبق اللي بغو يمشي وليه غادي يجد ليها وليد لقره زبيها ولده حتى وصلو الجناح دياله كان زوين نصم ممراقي حتى شابر فوق نموسية ودر شف فيها وقال يمكن بليخصن هطراف عتم السهرة وبلما نخلو الأمر زيدي كبر أنا شفت فيها وقلت فاش رياض رياض قلت على طرف السرير كيف شمي زيال وقال ليه من نبدأ نبدأ بمن لازل يزي يحوش وغبرتي بحي لما عندك ولد ما عندك عجلة عندك عائرة أولا نبدأ بالتجاهل وليس تجاهليني ومساج عجلة تجاهل اليوم فيه يلا اخسر انتي يا مادام من يش بغيت نبدأ فاتم بتاعب وحطاته قصص قريب عليه شي شوية رياض اللي كان قلس على الكنابة كيف يفكر هو يبغي ابسف كتر من أي حاجة فوق ما يبغي تتكلم معها ويطلب منها اسمحة تضب لما تسمعوا هذا ما مرضه بالزعف هو عارف عارف رأسه غالط ولكن الغير هي حكمت فيه وحتى غالط منها كان علي اتجي وتقول كين ها عالش بغيت الفلوس وها عالش وعفك عوني وهو اكيد ما كانش غدير فضل مساعدة ديالها رياض حك لها الحيث ويقول ده بغد يدير آخر محاولة باش يحلو عد المشكلة بغدت بالخاطر هي هذيك ما بغدت شغد يدفع معها بزز منها بقى سارح تفكير دياله احتشفها وقفة عليه ومدى لي شي حاجة شد منها الورقة باستغراب كان شيك مكتوب فيه تماما نفس المبلغ اللي كان عطى عليها طلح فيها عينو شفي ها ويوقف بصدمة وقال شك تخر بقينتي شنو هاد الشي اشنو هاد الشي فاطم زهراء تكلم تشيك وخلينا نسو الماضي ونبدأ ومنه هنا انا فكرت وفكرت مزيان وما كيل لاش نرجع لنقطة البداية رياض لحاجة وقال ليها وهاد الشي كلاش علش فاطم السهراء فاطم السهراء قلت لحيس ما بغيش نحص براسي بعتلك راسي قلت فهم ما بغيش مقادمة كانت فكرب لأول ليلة اللي ناع راتخل الساليها رياض شفيها ويتعصب قالها ما يمكنش نقبل منك على الشيك فاطم سهراء قلت لها وانا ما يمكنش ليا ناخده صعف يا عا فكشته رياض بدك يشوف ما بغيش يعصبها قبله ولكن دير في بالو ان ذك الشيك غدي يمشي يحطو تبرو على الشي دار الأيتام ولا الناس المساكل اللي مفحال هومج لما ينفلوس ما غديش يمشي وبعض خدمنا الشيك بملل هو يحطو فوق الكوافز ورجع لعندها فاطم سهراء بقت كتشوف فيه قرب ليها وشدها مني ديها أو يجراح تقس بجوج على طرف السرير قال يا فاطم سهراء انا عارف رأسي تسببت لك في بزاف ديال شروح كنت من من أول نظرة من أول نهار شفتك في الشريقة من أول نهار سطحنا أنا وياك في البعب فاطم سراء شفت بإستغراب حسنا تفكرت النهار اللي كانت غاد يالوبيتال أوس ضربت مع شي واحد كان هو نفسه رياض هي شفتها وبقص كددحاك قلت لك نسي نسي ودك لحيد رياض بدك يدحك وقل هدا بقى ناحية فاطم سهراء صفي سكساس هي باقي ممتعوداش على عاد شي من ديما عمرها تخطط الحدود مع رياض من غير العلاقة اللي كنت مع هم حنا ترسها حشمانة رياض هز ديه حتى على دقناه وفص لعراس حتى تقبل عينيهم وقال لها شش خلي راس قديمة مرفوع فيها راني راجلك وبابا والدك فاطم سهراء حشمانة وقال لها كل شي دزق بوحد سرعة ممكن رياض بتاسم وقال ليها يشفش زر بزال كنت قل لولا فاطم سهراء ضرب صدر وقال لها كنت حشم رياض قال ليها مكن حشم بين المرأ والراجل هو يحط دي على خسرها وقربها منه وقال ينزيد شي واحد آخر فاطم سهراء بقى تتعير فيه سافي بقى معنى نقه واسل لها ديها مشاوت تخشوف الفراش وبقى حتى راس على ستروم جمعين حتى شوية فكر شي حاجة نضت جبدت من سكا واحد اليو سبي وعطت ها لي رياض شف باستغرب وقال شنو هادي فاطم سهراء قتليها فيها قاعد تصابر والفيديو ستجابر منهار تزاد كنظن ما عنديش لحق نحرمك تشوفو منفتو اللحظات رياض بسرعة نضب لعكز ليه جاب اللابتوب ديال ووضع تخشف تخشف السرير ووضع فقرج ليه وقوق يتفرج بجوج حتى تشتس واحد اللقطة في الفيديو فيها فاطم سهراء شد الوجه قاعد يشوف كيف اشتس ليها الولاد وهاك ومندها مجمع الفيديو ضر عند فاطم سهراء هو يقرب بس لها على رأس وقال كان واحد كان واحد قد يعود على كل شي حساس كاو ونعز فقط لست سيد يا جابر كيت شعبط فيهم وبغ قال كيت خلصه وسط هم حلا سعينيها لقاسوا قدامها سروا لهم دلي واتركوا ديالهم خرب بقم شاك ويتقاتل بشي تخشى رياد ما قدر شي حل عيني شدو غير بيد ويخشي وسط هم وكمل نعاسهم تهازو ايام الله وصينين وصينين حبهم غير ما كيت يقوى اكثر واكثر ولدات ولد وسمت الوجود رياد بجنبها وعائلتها اللي كبيرة خلت كل شي سهل عليها كانت كتمنى سوئم وفيهلا من بعد ربع سنين من الحب والعشق والحياة السوجية لالحلوة والمرة ربست احقاق لها الامنية ديالها وجابت احلى سوئم بنات نايا ولايان اللي كانوا كيشبهوا الاب ديالهم ما اخدوا من نوالو اما زين لازين كيشبه ليها جاء فوط قبي ديال فاتم الزهرة اما هند نيهال وفارس والد جوج بن يساس روان ويارين وولد اسمه هارون متساقرين حاليا في المغرب بالطبط في القصر مع العائلة فارس لساقل ملخدمة دياله كأسها جامعي اما دوك الايام اللي لولا ميتزوج وو نيهال بغت طيه حت هو وقد نخدمه وقال لي حقا بغت نكمل مصدر ديالي وهي كل همها غير فيه وبش دعم ميشوف شوية لبناز وكل نهار من نتفالي مع شي وحد شفت عياه ويستاقل وتفرغ العمل دياله والأعمال للعائلة الحمد لله بفضل الله نكملت قريسي اخديث الدكتورة ديالي فتجارة وتسير الفلوس اللي فاخر ودبتي فيلا ورجل هو اللي وقف على الشريكة من تحلات حتى وقفت على رجليها قاع ديالي كان نفس شركة كبار صافي الحمد لله بفضل مستاقية ديالنا وخدمتنا المتقون وكل شي عدنا زوين وحتى الاسم ديال عائلة الإدريسي عونا بزاف ومساعدة ديال رياض وطبعا أخويا عروة اللي وليشد ليناء شركته كسيرهم أي حاجة كبيرة وصغيرة تشاور فيها مع رياض ولا رياض تشاور معه لما يهم ولو بحل خود حاليا عايشين بفرقين كل واحد بحديثه ولكن قاع الويكند ولا أي عطل كيف مما كانت ولا نهرج معه طبعا كانت ناكل كسكسو عند العائلة كلهم في القصر وفي الويكند مره نحبطل فرمادي لنا مره مره فرمادي لهم وغاد هكك رأيكم عارف العائلة منك تكون كبيرة ما تسقاش من السرع عند هذا وسر عند هذا العائلة اللي جمعنا معها في ظروف غامضة وعقلت وكنت قلت واحد لجو من أختي نهال كلي عمرب يدر شي حاجة خيبة أي حاجة كديرها وإلا بسبب وذيك الأكسيدون اللي وقعت لها بش اللي من رجليها كان تسبب أن تعرف العائلة الحقيقية وحتى يتلقى الأبوين البيولوجيين ديالها وطبعا من نساوش أنا نتلقى بشريك حياتي ونصفي ثاني رياض النهاية شكالتات شكالتات وش شكالتات كنت من القصة تكون عجباتكم صراحة عجبتني بساف برافو للكاتبة فاتي لا تكسح ومتنساوش ترجع في الكومنتر وخليوا لايك شاركوا في قناة برتجوا القصة مع صحاباتكم مع صحابكم وصافي تهلو لفرسكم ونتلقوا إن شاء الله في قصة جديدة باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر